السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم شباب معنا النهاردة مع المحاضرة الرابعة من سلسلة كورس CCNA Routing and Switching بانوان Network Models The OSI Guidance Part 1 نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ايه بقى تفاصيل المحاضرة اللي انا اخدها النهاردة هنتكلم الاول معنى Network Modeling ليه احتاجنا Network Models هنتكلم عن الOSI Model Specifications المواصفات الخاصة به الApplication Layer Overview هنتناول شرح الطبقة القوء السابعة فيه الOSI Model الApplication Layer الPresentation Layer Overview وكذلك هنتكلم عن الSession Layer Overview وكذلك هنتكلم برضه عن Transport Layer Overview وهنحل مع بعض بإذن الله تعالى The Challenging Test مبدئيا نحب بايه نتكلم عن بعض الحاجات كده ايه معنى Network Modeling Network Modeling هي عملية المؤيسة عملية ان انا بخط شوية قواعد حينما حينما يتصل جهاز لجهاز من Source الى Destination فلابد ان تسير هذه الاجهزة على هذه القواعد فأنا يعني اي model يجي يتكلمك مثلا OOSI Model ده بيكلمك عن سلسلة قواعد أو سلسلة أو سلسلة بروتوكولات بتتبعها الاجهزة أثناء التحاور مع بعضها طيب ده المعنى ايه الاول لل OOSI Model احنا هنحاول نفسر OOSI Model بكذا معنى طيب اولا انا احب اتكلم هو يعني ايه بروتوكول 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 يعني شوية تصرفات شوية تصرفات بتتعمل فوقت معين يعني يعني كل ما يحصل ظرفه معين يحصل عندها التصرفات دي يعني على سبيل المثال تعالوا نتكلم بمثال واضح وبسيط ايه يجي يقولك ايه ده رئيس الجمهورية اول ما بينزل كده مما يسافر بلد تانية وينزل من الطيارة دايما كده اول ما بينزل يبص كده يسلم كده على شماله اول واحد بيسلم عليه ده رئيس الجمهورية نفس الكلام يعني انت في بروتوكول شوية بروتوكولات بتحكم عملية التحاور مبينك انت ككلاينت او مبين البراوزر بتاعك ومسلا موقع زي الفيسبوك انت كل اللي بتعمله تتخش على الفيسبوك www.facebook.com داخل username والباسورد وهوب تلاقي نفسك دخلت ايه في الفيسبوك طب حصل behind the scene حصل behind the scene شوية behaviors انت ذات نفسك مش involved فيها فدي او انت ذات نفسك مش مضطر ان انت تحكم تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا لا البراوزر بتاعك بيعمل الحاجات دي automatic بالتحاور مع الابليكيشا متاع الفيسبوك من غير ما انت كيوزر يتم وضعك في ايه في الموضوع يعني مثلا محدش يجي يقولك الفيسبوك يقولكش ايه لا دخل كذا طب ابعت ال data الفلانية طب الباكت الفلانية طب الفلاج الفلانية لا انت ملاتش تدعو بكل الكلام ده البروتوكولز فادتنا في ان احنا نعمل ايه سيستم تحاور تحاور ما بين ايه البرامنج طيب ايه ليه ظهر الاوس اي موضل او نتكلم ببساطة اكتر النتورك موضلينج ظهرت ليه ظهرت لكذا سبب زمان زمان كان ما تيجي تصمم نتورك بتقابلك كذا مشكلة اولا ان انت ما تقدرش تعمل نتورك من مالتي فندور هتقولي يعني ايه من مالتي فندور يعني ما ينفعش تعمل حتة من سيسكو على حتة من جون بيري على حتة من ثريكم ما ينفعش تعمل الكلام ده يتشتغل بسيسكو يتشتغل بثريكم يتشتغل باي بي ام اي ان كان البراند اللي انت تشتغل فيه ما ينفعش تعمل هايجين ديزاين يعني مفهاش تعمل نظام مختلط طب انت تقول لها مش مهندس طب انا كنت يعني هحتاج الموضوع ده ليه طب ما فعلا انت ما اشتغل على البراند واحد تقول لك الموضوع ده بيعمل مشكلة في الكوست يعني على سبيل المثال طلب منك كاستمر ان انت تعمل ديزاين لنتورك او تصمم نتورك عنده وانت لقيت بعد ما انت عملت المعينة اللي هو محتاج ثلاث سويتشات وتو راوترز يعني راوترين ولقيت ان سيسكو انت عندك هنا سيسكو وهنا مثلا ثريكم ولقيت ولقيت ان سعر الجهاز بتاع سيسكو السويتش الواحد من سيسكو يعمل له 300 دولار طيب الثريكم يعمل له 150 دولار لو بتكلم على سبيل المثال لو احنا بنتكلم على سويتش 24 بورت طب الراوتر لقيت راوتر مسلا سيسكو يعمل له مسلا بحدود 400 دولار طيب ولقيت من ثريكم يعمل له مسلا بحدود نكتبها تحت كده يعمل له مسلا بحدود 300 دولار فانت التصميم المثالي هتعمل ايه يعني انت ما تيجي انت دلوقتي شفت البريندات اصعارها الكلام ده كله فانا ممكن انا ممكن اقول ايه طيب يعني انا عندي روتر هوصله كده بسويتش السويتش ده هوصله بسويتشين ده الدزاين بتاعي اهه هوصله كده بسويتشين و ده ال ايه الراوتر مثلا طالع على النات الاس بي او الانترنت طيب بالتالي انا يعني انا مسلا لو انا في موقف زي ده لا انا اقول السويتشات هجيبها سيسكو وهقول الراوتر هجيبه ثريكم اوكي ايش معنى هي بالخبرة يعني احنا السويتشات دايما بتحاول السويتش ده لان يعني الانتقال الجهاز اما يعني الاجهزة اللي جوه في الناتورك هتكلم بعضها عن طريق السويتشات فانت عندك السويتشات هي اللي بتشيل على عطقها مسئولية نقل البيانات ما بين الاجهزة جوه اللان يعني مسلا يعني الاجهاد عملية الاجهاد او عملية الويتولايزيزيشن او استعمال السويتشات في الكمونيكيشن على مستوى الناتورك بيكون اكبر بكتير من الراوتر ايه اللي بقى لو جايز عايز يطلع الانترنت او لان بره فانا لأ باجيب السويتشات ماسلا سيسكو لا واجيب الراوتر ايه ثريكم بقى انا هنا بعمل ايه بعمل عملية موازنة ما بين الكوالتي وما بين الكوست لازم انت كه مهندس الشبكات من ايه ااكتر الوجاتน اللي بتميّز شبكات عن مهندس تانى هي عملية النهي watt في اللاترنت pontos ما بين الكوالتي وما بين الكوالتي وبالتالي انا بتقبل لي مشاكل كتير يعني انا انا نفسي بتقبل لي مشاكل كتير بسبب ان انا قوازن ما بين دي أو دي لانتك انت الكاستمر انتバイبiner امون يعينك وانتا بتروح تقول ان هو يقولك هات لي سيسكو الفكرة الاسعار سيسكو اسعار سيسكو غالية يعني لكم انت تخيلوا ان انت بتتكلم بروتر او تعالوا نتكلم مسلا على سويتش سبعة و تلاتين ستين اوكي سبعة و تلاتين ستين سبعة و تلاتين ستين ده يعمل له يعني انا هقولكو بالمناسبة يعني احنا ممكن نغش هنا هنا هذا كان عرض مبعوت من من عندي في الشركة ليه مؤسسة كانت عايزة يعني كانت عايزة تعمل نتورك فانا ابصوا دي الاسعار دي الاسعار يعني مثلا احنا بنتكلم في روتر تسعة ونزلين واحد وخمسين يعمل له عشر تلاتمائية و خمسين دولار اوكي يعني انت بتتكلم مسلا حتة سويتش كده ملتي لاير تمانية وتلاتين خمسين ملتي لاير سويتش نعمل له ايه خمس تلاف ربو مية خمسة وتمانين دولار فانت بتتكلم في اسعار عالية جدا طبعا الراك سيربر باور اتج ده بكم اه خمس تلاف تلاتين ومية خمسة وتلاتين نسخة ويندس سيربر دي برضو كاميرات مرقبة بس دي دي لينك كاميرات اندور كاميرات داخلية وراكة ستة يو عشرة يو طبعا انا بحب لكم يعني انا اللي ايه انا اللي عامل العرض ده انا مسلا بقول يعني خلي بالكو دي برضو نكمل موضوع يعني حتة عملي كده في الجانب العملي انا دلوقتي الشركة انا روحت عملت معاينة فبالتالي عملت السيليوشن بتاعي وانا روحت ابعت ليه الاتيي مناجر عندهم مش عارف كيه كذا كذا انا بقول له ان التكلفة دي تكلفة متضمنة تكلفة ضرائب there is a warranty for one year for each devices listed in the solution في ضمان سنة على كل جهاز the payment operations will be the following 60% of the purchase order 20% after finishing the cabling passive network طبعا يعني في حاجة يعني عايزكم ايه تعرفوها ان انا اول منزلت في الشغل كانوا بيقعدوا وقولولي passive network انا مكنتش اعرف معناها ال passive network هي ال cabling يعني انا انا كان واحد يقول لي ايه ايه ابش مهندس احنا محتاجين احنا محتاجين حمال شغل النهاردة ان شاء الله حمال شغلة passive network وبكرو ان شاء الله حمال شغل ايه ايه عم شغلة passive network دي لا دي معناها ال cabling طيب وهكذا plan of delivery هنعمل cabling survey servers installation switching phase 1 routing installation switching phase 2 عايبي cameras installation وهكذا وده كان الدزاين الليما عملته هناك فدي القصة ده الـ Final Solution Scaling أنا هنا بحدد أن أنت هنا في دور كذا عندك مش عارف إيه الـ PCs 10 PCs 2 Cameras 6 Phones مش عارف إيه Total فأنا بحسب مثلا بكل فلور عنده كم جهاز هيتوصل على الـ Switch بالتالي أقدر أحسب يعني أنا عايزك تحط في اعتبارك وأنت بتعمل المعاينة اللي أنت لازم تحسب أنت في كل دور متوصل في كم جهاز في كم نود في كم نقطة يعني بلغة الموانسين الشبكهات الدرجة في كم نقطة عندك كم نقطة يعني أنت بورت يعني أنت مثلا أنا هنا عندي 19 نقطة فأنا هجيب سويتش 24 بورت هوصل بي 19 أنا عامل حسابي إن هما أساسا كان يعني هو كان 19 أنا كنت ضرب في فاكتوري يعني إيه ضرب في فاكتوري يرجع كده أنا كنت ضرب في فاكتوري يعني أنا في الدور لو لقيت إن أنا عندي 10 أجهزة كنت بضرب في فاكتور في نصف مثلا يعني مثلا لا أضرب في واحد ونصف فأنا عندي 15 نود طبعا لأن أنا بعمل حسابة زيادات فدي إيه القصة أنت في كل فلور بتحدد أنت عندك كم نود نقطة بتوصلها عشان تقدر تحدد هتجيب كم سويتش أو هتجيب سويتش 24 بورت ولا 48 بورت ويه القصة دي المهم نرجع لموضوعنا فدي حتة كده إيه في السيرفينج إيه نرميها كده برضو نرجع لموضوعنا فأنت عندك أسعار سيسكو غالية فأنت كان زمان كانت مشكلة في الموضوع ما كنتش تقدر تعمل إيه قلنا ان احنا مفيش كومتابوليتي فيه كومتابوليتي إيشز مقدارش ايه امزج مبين البندرز وبعضها بالتالي هنا بقى كانت اهمية الناتورك موديلينج طيب الاوصي موديل الاوصي موديل اولا اتكنسس اف هيراريكل سيفن ليرس سبع طبقات بدءا من الفيزيكل طبقة الاولى داتا لينك الطبقة التانية الناتورك الطبقة التالتة الترانسبورت الطبقة الرابعة الخامسة السيشن الستة الابليكيشن السابعة الابليكيشن الناس الجديدة ممكن تحفظ الطبقات دي بالاسلوب الاتي نزبط ايه بس كده الانوان او خليه ازرق انا بحب الازرق ممكن اقول كده جد الجميشن الجميشن الجام الجميشن هتعرفوا ليه بقى ايه انا بتهيقل الناس اللي عندها قوة ملاحظة عارفة ليه انا هنا عملت الحروف دي بلون مختلف me to have�� up a data process all people seem to have data process all application and to have الـ presentation الـ session الـ transport to have لا 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 دي مش هي كانت need مش have هنا هنعمل هنعد ال have دي هنا بقية هنعملها need data process طيب دي اكرام من كده تحفظها يعني ايه هتحفظك بقى الـ application الـ presentation الـ الـ و هكذا طيب الـ وحدت لنا الرؤية يعني ايه وحدت لنا الرؤية لا يعني تقدر تقول كده ان هي وقفت الصراع ما بين الـ الـ vendors كان زمان كل فيندور بيعمل موديل خاص بيه فبالتالي ما كانش و ما كانش تقدر تكمباتبل ما كانش تقدر تعمل تكامل او تخلي الموديل من الفندور ده يشتغل مع الموديل من الفندور ده يعني ما تقدرش تعمل نتورك سيسكو سويتش سيسكو توصله على راوتر جونيبر ما كانش ينفع الكلام ده كان زمان ما كانش ينفع فانت دلوقتي الـ وحدت عملت موديل موحد كل الـ بتمشي عليه منلاحظ برضو ان انت عندك في الدراسة في السيسيان ايه انت بتدرس الـ حسب ما سيسكو شايفاها يعني انا ايه احب اوضها الحتة دي لان انت ممكن تلاقي طبقة احنا نشرحها باسلوب معين وديجي تقرأ مثلا بكتاب في كتاب مثلا بيشرح شرح النتورك مفصل كتاب ستاندرد ما بيشرحش تبقا لا كتاب سيسكو ولا حاجة لا كتاب ستاندرد يعني انا مثلا انا عندي كتاب بحدود 2400 صفحة ده مرجع كمال في النتورك فممكن تلاقي توصيف الطبقات مختلف اختلاف طفيف جداً لكن انت بتدريس الاوسائي موضل في السيسين ايه حسب ما سيسكو شايفاها انا احب اوض يعني اداء يعني ايه اتك اتكة اوي عن الملخوضة دي الاوسائي موضل وحدت لك الرؤية وحدت رؤية الفندورز لأساليب الكومينيكيشن خليتهم كلهم يعملوا لا احنا هنلتزم بالموضل ده طبعا مؤسسة الايزو هي اللي ايه عمل كريتة الاوسائي موضل ساعدت مهندس الشبكات ساعدت مهندس الشبكات في عملية الترابل شوت لان انت دلوقتي كان زمان يحصل مشكلة في نترك اي بي ام لازم تذكر الموضل بتاع النترك بتاعت الاي بي ام وبالتالي تقدر تتعمل عملية الترابل شوت او او السبع طبقات دول بيمثلوا سبع مراحل متمروم يوم الداتا يعني على سبيل المثال على الوقت عندي البي سي ده سورس وهنا ده ديستينايشن طيب الداتا اما تيجي تنزل اما تيجي تتباعت من السورس بتنزل من اول الطبقة السبعة اوكي ده عند اي بي سي وان واول ما توصل اول ما توصل للدستينايشن بتطلع من الطبقة الاولى الى الطبقة السبعة يعني انت عندك الداتا اول ما تروح من السورس بتنزل من الطبقة السبعة الاولى وعند الدستينايشن بتطلع من الطبقة الفيزيكال اللي هي كابلات دي المحاضرة اللي فاتت المحاضرة اللي فاتت كونا بنكلم عن الكابلينج الفيزيكال لير بتطلع من الطبقة الاولى الى الطبقة اللي ايه الطبقة السبعة طيب فالقوصي موضل قالك ان الداتا اما تتنقل من سورس الى دستينايشن يعني ما بين نقطتين بتمر بسبع مراحل بتمر بسبع مراحل عند السورس وتمر بنفس السبع مراحل بس باسلوب معكوس يعني هنا كان بالسبع للأول من الطبقة السبع لطبقة الاولى هنا من الطبقة الاولى للطبقة السبع باسلوب معكوس عند الدستينايشن فاني جزقت مراحل إرسال الداتا من السورس إلى الديستينيشن ده عمل لي تبسيط في فهم العملية انتقال الداتا من نقطة لنقطة فبما أنه عمل لي تبسيط للموضوع ده فبالتالي هيفيدني جدا في الموضوع إيه هيفيدني في موضوع التروبل شوت طيب ده كلام جميل جدا برضو زي ما احنا قلنا برضو من مميزات اللي هي عملية كومتابلتي أو انتر اوبرابلتي ما بين البندرز يعني تقدر دلوقتي بها تعمل تقدر تعمل نتورك هاجين او نتورك من كذا براند قائمة او مرتكزة على كذا براند تحط فيها سويتشات من سيسكو على راوترات مثلا او تحط على فايروولز او جيتويز بتاعت فورتي جيت على عدة تليفون من من تقدر تعمل الكلام ده كله اوص اي موضل خلاص وحد لك القصة دي كلها طيب ده فيما يخص ايه ال اوص اي موضل الفي هي الحاجة الاخيرة ان ال اوص اي موضل بردو كتبصيف ك катبصيف لك كل طبقة من دول كل ط거든 تحتها شوية بروتوكولات يعني مثلا الابليكيشن عندك بروتوكول spr هنا عندك إي بيرجن سيكس عندك الإي بي أكس إي بي أكس إي بي أكس إي بي أكس في الداتا لينك عندك الماك أدريس الـ HDLC عندك الإي ثر نت طبعا إحنا قلنا الإي ثر نت ده بيلاقيه مرمي في الطبقة الثانية والطبقة الأولى فإحنا يعني إحنا عايزين نقول إن كل طبقة دي مش عبارة عن بروتوكول لا كل طبقة عبارة عن تقدر تقول كده إيه زي طبق بغرف في شوية بروتوكولات إحنا إيه مشارحناه بالبالة دي هو طبق بغرف إيه إيه شوية بروتوكولات والطبق ده فاضي إمبارح هتخط فيه بروتوكول اليوم اللي بعده بروتوكول 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 فعلى مدار من أول ما الاقصى الموضل اتعمل تضغب بروتوكولات كتير في كل طبق في كل لير واضح كده ففادتني الحتة دي فادتني في إيه قال لك إن أنا مثلاً عشان الداتا تتنقل من نود إلى نود مثلاً الجهاز ليه عنوان IP version poor وكذلك ليه عنوان MAC address طيب إفرض أنا IP version poor ده أنا يعني إيه استغنيت عنه وعملته واحد جديد أنا سمته أحمد هل مثلاً PC هل أحمد هيعرف كومنيكات مع الماك؟ يعني ده بروتوكول ما هي الداتا هتنزل كده واضح هتعدي على أحمد أحمد هعمل عليها شوية changes هتنزل على الماك address هل الماك address هتقدر تتعامل مع الداتا اللي حصل عليها تغير بين البروتوكول اللي إسوا أحمد؟ الإجابة أيوة لأن الAUXI model أتحلك عملية development اللي لو خصلت في أي لير أي تطوير لو خصل في أي لير أو بروتوكول جديد إضاف ما يؤثرش على عمل البروتوكولات التانية أو على عمل البروتوكولات الموجودة في الطبقات التانية فدي آخر ملخوضة كده إيه هقولها على ال specifications العامة للAUXI model طيب الapplication layer الapplication layer هو اللي بيعمل إيه بقى؟ عايزين بقى نحس بقى بالوظائف بتاعة الAUXI model الapplication layer هو اللي بيوفر الانترفيس اللي بيوفر الانترفيس لليوزر بحيث أنه يقدر اليوزر عن طريق الانترفيس ده يتعامل مع أي حاجة تتعلق بالنتورك هتقول لي أكيد يا بش مهندس أحمد أنا مش فهم حاجة هقولك طيب هنضرب بقى بمثال إنت دلوقتي عندك PC وهنا server وده الأمانة العلمية يعني المثال ده مذكور في كتاب Cybex وفعلا يعني أنا قلت ونوعه عجبني جدا يعني فيه أمثلة كتير بتقدر نشرح عليها الapplication بس فعلا مثال حلو عند دلوقتي عايز تخش على السيرفر بتاع الفيسبوك اللي مرفوع عليه www.facebook.com طيب أوكي طيب لو أنت عايز تخش على موقع الفيسبوك هتعمل إيه؟ هتقول لي بمنطقة البساطة بش مهندس أنا هفتح الفاير فوكس أو هفتح الجوجل كروم هكتب www.facebook.com وعمل أدوس جو هكيد دخلت على الفيسبوك هقول لك طيب تعرف تروح لي على موقع الفيسبوك من غير ما يبقى عندك براوزر هتقول لي يعني إيه؟ هقول لك أساسا موقع الفيسبوك الصفحة اللي انت بتفتحها عندك دي دي صفحة إيه؟ دي index أو page page مثلا معمولة HTML عليها شوية أشكال ما تربط على شوية على قواعد بيانات الكلام ذا كله طيب انت تقدر الصفحة دي تقدر انت تخش الصفحة دي مرفوعة فين؟ صفحة بتاعة الفيسبوك مرفوعة على السيربر وراها بقى ال data base الكبيرة اللي ايه؟ اللي موجود على ال data بتاعة الفيسبوك طيب انت تقدر توصل للصفحة دي وال data base دي من غير فاير فوكس او الانترنت اكسبلورر او جوجل كروم او اي براوزر هتقول لي مش عارف اكيد لا هو عشان اكون صريح معاك او لو انت عايز اجابة من ناحية النظرية هي ناحية العملية بتقولك لا يعني انت هتخش على موقع ازاي؟ هتفتح ويب سايت ازاي؟ وانت همتكش ويب براوزر هم هم ما سموه ويب براوزر ليه؟ طيب من ناحية النظرية دي الامانة العلمية بس دي حاجة متتطباشة انت ممكن توصل ممكن توصل للبيتش دي بس انت هتعمل شوية اوبريشنز كتير قوي عشان تروح من جهازك للايه؟ للسيرفر هتعمل شوية اوبريشنز شوية حاجات انت هتعملها وهتدخلها وشوية داتا انت هتدخلها معلومات هتدخلها طب انا اسألكو سؤال انت موجود فلان صح؟ هتقول لي اه؟ طب السيرفر ده مش موجود فلان فلان تانية بعيدة خالص بقى الفيسبوك هتقول لي اه؟ اقول لك طيب ده كلام جميل جدا يعني تفتكر ما بينكو كم راوتر اكيد مش راوتر واحد ده اكيد انت ما بينك وبين السيرفر مئات الراوترات ده الا ما يكون الاف مئات الراوترات الا ما يكون ايه؟ الا ما يكون الاف فانت مضطر بقى تدخل عنوار راوتر تروح للراوتر والراوتر ده تروح للراوتر ده تقول له يوصل للراوتر التاني ازاي والراوتر التاني يوصل للراوتر التالت ازاي هتضطر تعمل كل الكلام ده بنفسك ده حنا بنتكلم كل الكلام ده بنفسك لازم تودي الداتة بنفسك توصل انت بنفسك للصفحة من جهازك فالموضوع ده استحالة على جانب العملي انك تعمله طيب فبدأنا نحس بطبقة الابليكيشن او الفاير فوكس او الجوجل كروم ده يعتبر ليد او موجود في طبقة الابليكيشن لاننا من غيره لان ده سوفت وير سوفت وير بيأوبريت في الابليكيشن لير لاننا من غيره انا مش هقدر يخش على صفحة الفيسبوك مش هقدر يعني انا هقول لكم حاجة يعني انتقال الداتة من البي سي للسيرفر مش ده انتقال هيتم عن طريق نتورك يعني هيمر بنتورك هو انت مش موجود في نتورك والسيرفر موجود في نتورك هو انت اصلا مش طالما بتبقى للتعريف اللي في المحاضرة الاولى انتقال داتة من ايه طربيت جهازين مع بعض بحيث ان اقدر اوصل داتة من من بي سي لبي سي او من نقطة لنقطة فانا بالتالي عملت نتورك هتقول لي اه اه انيوي اوكي اه من انا نتورك انا جوا نتورك طيب تمام حلوة اوي كده مش انت لو انت معدكش براوزر هتضطر تدخل داتة تخص عنوان الروتر عنوان الروتر اللي بعد وهكذا وهكذا الحد ما توصل للاوبريتنج سيستم بتاع السيرفر والاوبريتنج سيستم يرفعك للابليكيشن بتاع الويب سيرفر يقول لك حلوة اوي مش الفايرفوكس مثلا وفر عليك انك تتعامل مع البرود او يعني ايه وفر عليك انك تتعامل مع كافة الوبراشنز اللي بتخص النتورك عشان توصلك من الناس بتاعك كسورس الى السيرفر كدستانيشن هتقول لي اه دا الفايرفوكس كده اوفر عليك كتير اقول لك ايوة لذلك احنا بنقول The main function of application layer is to provide the interface for a user to deal with his proper service needed ايه service هنا مثلا انت مستخدمها service http او https يعني ايه يعني اقول لكم ايه انا على سبيل المثال احنا هنضرب ايه كذا مثال لو انا هفتح ويب سايت انا هروح هنا وهفتح ايه ادي الفايرفوكس انا دلوقتي هفتح ويب سايت اوكي لاحظوا كده انا كده دخلت بسيرفيس ايه الطب ده كلام جميل جدا ده network ده application صح ده ايه ده برنامج دخلني على ايه السيرفر بتاع الخاص بالجوجل طب ده كلام جميل استعملت service ايه الطب يعني برنامج استعمل service اسمها ايه الطب طب ده كلام جميل جدا نروح نشوف حاجة تانية ااممم مثلا اشغل برنامج الفايل زيلا الفايل زيلا client ده بيعمل ايه ده برنامج اللي انا برفع عليه material بتاعتكو على السيرفر على السيرفر الخاص بالكورس تمام كده مجرد ادوس هنا connect طبعاً هو فيä يوزر نيمو باسوردو الكلام دا بس أنا ادخله وعمله وسيف تمام. المفروض السيرفر يقرم عليها هنا اهو. اهو! ايه دي الدنيا بتاكدك و ايه دي المحاضرات ايه مش عارف ايه؟ طيب! انا اقدر اعمل ايه اقدر اجيب مثلاً كليكي مين هنا على محاضرة اعمل ايه ابلود هتضاف على الفولدر دا. انا استخدمتو برتوكول ايه في القصة دي او استخدمت سيرفيس ايه في القصة دي? انا استخدمت الاف تي بي يعني انا وريتك مثال ده برنامج الفيرفوكس استخدمت بي سيرفس الاتشتو تي بي اس وريتك برنامج الفايل زيلا يستخدم الاف تي بي الدي ان اس الدي اتشتو تي بي احنا بقى هنتكلم عن السيرفسس فاذا انا عايزك تخط كده ايه في دماغك انا عايزك بقى ايه يعني تفكر بمرونة شوية ان انت طرق الابليكيشن هي بيحصل فيها يعني فيها شوية سوفت ويرز انا مثلا عندي على البي سي في شوية سوفت ويرز السوفت ويرز دي بتقدم سيرفس او بتتعامل مع سيرفس يعني مثلا الفيرفوكس بيتعامل مع سيرفس ايه يا شباب هتقولولي الوب براوزنج هقولك يا حبيبي طيب ما انا عارف ان بتتعامل مع ويب براوزنج لكن هي شغالة ببروتوكول ايه هتقولي ايه تي تي بي هقولك حلوة اوي طيب الفايل زيلا احمد رقفط بيرفع عليه الماتيريال لكورس السي سي انه ايه هتقولي اه ده اف تي بي حلوة اوي كده يبقى انا عايزك تربط كده ما بين البرنامج وبين السيرفس اللي ايه اللي هو بيقدمها طيب الابليكيشن لير هتديك مثال او هسألكم سؤال هل الورد مش الورد ده يعتبر ابليكيشن او تعالى مثلا نضرب مثال اخر لو انت نزلت لعبة شطرانج عندك تقدر تلاعب الكمبيوتر مش دي سوفتوير هتقولي اه دي سوفتوير طب انا هسألك بقى السؤال بقى ايه اللي عايزك تركزه فيه الابليكيشن بتاع البرنامج الشطرانج اللي انت نزلته عندك حلو كده هل ده يعتبر في طبقة الابليكيشن المفروض الاجابة لا ليه لسببين اولا لان برنامج يا الاتشايف بتاعي مش بيتعامل في النتورك ده افلاينнее سوفتوير عادي جدا ثانيا ان البرنامج لا يحتوي على سيرفيس من ضمن السيرفيس المتعرفة في الابليكيشن لا يعني لان دي سيرفيس اهيه يعني في برنامج يتعامل في سيرفيس SNMP في برنامج يتعامل بسيرفيس الNDNS في برنامج يتعامل بسيرفيس دي ش ٭ وهكذا ها اتمنى الموضوع كده ايه يكون اتفهم طيب طبيعة الابليكيشن طيب عايزين نفهم الجملة دي معناها ايه اولا انا كتب الجملة دي نصا من الامتحان الدولي الامتحان الدولي CCNA السؤال على يعني جايب سؤال على الابليكيشن لير هو بالنص كده بيقولك الابليكيشن اللي هو بيتشيك على الابيلابيليتي او ريسيفين بروغرام كذا كذا بلا 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 طيب اولا يعني ترجمة الجملة كده بيقولك انه هو بيشيك يعني او بيفحص الابيلابيليتي قابلية البرنامج اللي بيستقبل الريسيفين بروغرام يعني البرنامج الموجود على الديستينايشن and checks if enough resources existed to establish the communication بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة عندك بردو الجهاز ده افرد انت عايز انت مسلا راجل في كلية ونتيجتك ظهرت هتخش على موقع الكلية حلو؟ او ايام ما كنا في السنوات العامة تخش على موقع تخش مسلا على موقع عليه نتيجة السنوات العامة يقولك ايه هوب ده الموقع واقع ما واقع ليه؟ حصل ضغط عليه السيرفر حصل ضغط عليه لحد ده مما السيرفر بقى داوين اللي بيحصل ايه؟ ان انت البراوزر بيروح لحد السيرفر يطلع الى الابليكيشن اللي هو عليه السيرفر اللي هو عليه الداتابيس بتاعت النتائج يلاقي ان ما فيش resources ما فيش resources في الابليكيشن بيقوله انا ما عنديش resources enough ان احنا نستابلش communication مع بعض واضح كده دي إيه القصه يعني انت عندك الابليكيشن بيتشهك هل او source application بيتشهك هل الـ their destination application available ان انا اعمل communication معي ولا لأ لان ممكن ما بدرش أعمل communication معي ودا اللي بيحصل اما مثلا بمثال اتي تخش علي موقع نتائج السنوات تعام تلاقيه ايه؟ ايه؟ ام تلاقيه talالله داخل على الداتابيز الداتابيز اتهارت ووقع وباقت داون طيب ده بقى المسال بقى اللي هو بيقولك think if we don't have an internet browser how can we download a web page from a web server ده ايه جاوبنا السؤال ده خلاص دي شوية بقى services عايزين ايه نشرحها HTTP, HTTPS ده HTTP and HTTPS two protocols بيستعملوا في ال web browsing اعتقد قطاع كبير من الناس اللي بتقبارك عالفيديو عارفة HTTP و HTTPS فايل ترانسفر بروتوكول يعني انا دلوقتي الweb site اللي عليه اللي عليه الماتيريا بتاعت الكورس انت مجرد ديش download انت بتحمل ال data او بتحمل الماتيريا بتاعت الكورس من FTP server واضح كده او انا هنا انا دلوقتي مثلا لو انا عايز افتح ال FTP server عايز احمل الفايل ده كليكي من download انا كده بداؤلود FTP تمام كده فبداؤلود بنق الملف من جهاز الى من نقطة الى نقطة او من FTP server الى FTP client بال FTP فايل ترانسفر بروتوكول الفرق ما بين FTP ده بين الملفات ده بيستخدم برضو في نقل الملفات لكن ايه الفرق بصوا يا شباب ال FTP بيعمل لك web browsing يعني انا اسف بيعمل لك file browsing او directory browsing directory browsing ان انت بص انا دلوقتي اقدر ام ا ام اتنقل من هنا الهنا اقدر افتح الفولدر ده اقدر اخش عهدد بصوا انا اقدر اتحرك من folder لforder من folder لกرافيك lobby اوكي اخش مسلا على السي اوكي فنكتب سي دي سي اها كده دخلت عالسي در يقول لي الدر او دايلكتوري هي السي دي فيها ايه فيها بروغرام فايلس فيها بروغرام فايس اكس ايدي سكس فيها التمب اه اللي انا انا خطط في الملفات بتاعت الفيموير في يوزر في ويندوز فانا دخلت على الابورتيشن بايه بكماند لين لا التيف تي بي يعني انا دلوقتي عندي سيرفر وهنا عندي بي سي اوكي وده سويتش رابط ما بينهم انا لو هنقل او هاخد ملف من السيرفر من التيف تي بي سيرفر الى التيف تي بي كلاينت لانا هاخد ملف بس اقدر اعمل براوزنج على الملفات واشوف الملفات الموجودة استعرضها قدامي اذا انا شغال التيف تي بي الفرق بتاعه ايه ان انا لو عايز انقل الملف من التيف تي بي سيرفر انا بكتب كوماند لاين انا بكتب او بحدد بالزبط الديريكتوري اللي فيه الملف يعني على سبيل المثال افرد افرد ان انت عندك جوه سي في ملف اسمه احمد وجوه احمد فيه تيكست اسمه ااا say cna ده موجود فين؟ ده موجود في السيرفر؟ اوكي؟ لو انا عايز ادولود الملف ده فانا مثلا مثلا هكتب دولود اوكي وهكتب بايت الاي بي بتاع التف تي بي سيرفر واي بي اوكي وهكتب المصار اللي هو سي احمد CCNA فانا بالتالي انا مقدرتش اعمل استعراض للملفات عندي زي الفتي بي زي ما اقولتكم لكن لا ده انا بكتب يعني ايه لا ده انت ده واللود من الديريكتوري الفلاني ما اقدرش استعرض الملفات بالتفتي بي الفتي بي يستخدم في نقل الملفات من الاخر يعني هتقولي ده اه ده الفتي بي بالنسبة لي احسن اقولك لا اتبانس يعني بتعتمد على الموقف اللي انت فيه او الحاجة اللي انت عايز تعملها يعني اللي الفتي بي احنا بنستخدمه في نقل الملفات الكبيرة اما التي افتي بي باستخدمه مثلا على سبيل المثال وده هنقدر ان شاء الله في اخر الكورس انا دلوقتي عندي راوتر اوكي الراوتر ده عليه الفيرمور اللي بيشغله راوتر سيسكو بيبقى عليه الفيرمور اللي بيشغله اسمه الايو اس طيب افرض الايو اس دي اتشالت اتمسحت فكل اللي انا بعمله بوصل الراوتر بسيرفر السيرفر ده تي اف تي بيه بحمل على السيرفر الملف الايو اس بتاع الراوتر ملف الايو اس واروح على الراوتر اكتب Spe Green اوه ي اوه يدونلود الفيل ده من تي اف تي بي سيرفر الايو اس بتاعه الفيرمور بتاعته من تي في سيرفر واضح? فبالتالي التي في بي будет استخدم بنقل الملفات قليلة الحجم نروح للسلايد اللي بعده Data Compression Data Decompression Data Encryption Data Decryption Data Translation طيب أنا أعتقد أنا أعتقد الناس فهم يعني إيه Data Compression Data Decompression أكيد دي يعني بتستخدموا الورر عشان تقدروا تضغطوا الملفات بتاعتكم اللي أنت كل اللي بيحصل عندك أنه أنت ميكون عندك PC عايزين الحاجة أو يودي data إلى PC آخر فالdata ما تنزل بتعدي على إيه الابليكيشن الأول ثم تنزل إلى إيه البرزنتيشن أما تروح الـ Data Depresentation بيعملناها عملية ضغط بيضغطها يقلل الـ Size بتاعها طبعاً ده كل ده عشان يعمل إيه يسهل عملية نقل الـ Data Through the Wires عن طريق الكابلات فدي Data Compression Data Encryption دي معناه إيه التشفير Welcome to the World of Security بصوا يا شباب التشفير ده معناه إيه إحدى إحدى الأساليب اللي الـ Hacker بيسرق بيها الباسوردات الباسوردات إن مثلاً أنا عندي Switch هنا متوصل على PC وهنا ده PC ده PC1 وده PC2 وده جهاز ده جهاز عادي بس الرجل اللي قاعد على الجهاز ده ده دماغه وطاقة شوية فإيه فهحمل برنامج سنيفينج يعمل برنامج ده إن PC1 مثلاً مثلاً هو عايز يفتح ملف بيسي 2 والملف ده طالب منه باسورد فالهكر عايز يعرف إيه عايز يعرف الباسورد إيه فيقوم بسامت بسامت تيكنيكس يخلي بيسي 1 بدل ما يبعت لبيسي 2 هوب يبعت لإيه بدل ما يبعت لبيسي 2 يبعت لبيسي للهكر لجهاز الهكر بالهكر يشوف الباسورد قدامه إن كلير تيكست يعني يشوف الباسورد ده مثلاً أحمد واحد اثنين ثلاثة مثلاً على سبيل المثال فالداتا انكريبشن يعني إيه حققت يعني حققت عنصر سيكيروتي فيه الأتاك دي إزاي قلت لقلاص أحمد أو الجهاز واحد قال لجهاز اتنين يا جهاز اتنين يا جهاز اتنين أنا هشفر الباسورد أنا هشفر الباسورد بحيث بس هشفرها لك إزاي هبعتها لك بأسلوب مختلف بطريقة مختلفة يعني تعالوا نتخيل إن أنا الباسورد بتاع بتاعتي سيسكو أوكي طيب تعالوا بقى تشوفوا مثلاً لو أنا جيت كتبت مثلاً كده إيه إيه لأنا كتبته ده إيه إيه $ C AND I S 9 8 C إيه الكلام ده إيه دي دي عبارة عن سيسكو بس متشفرة دي عبارة عن سيسكو بس بإيه ده باسورد encrypted معموله تشفير واضح كده أدي السي أدي الاي أدي الس أدي السي أدي الاو أوكي فدي تكون لك كلمة سيسكو فراح بقى PC1 قال لي PC2 إيه بص يا PC2 أنا هشفر الباسورد بحيث إن أنا أول كاركتر من الباسورد هحط مثلاً قبلها $ وبعدها هحط وتاني كاركتر وتاني كاركتر قبلي and وتالت كاركتر مثلاً والسي هتبقى قبليها 98 فهما بيتفقوا على أسلوب الانكريبشن هيكون عامل إزاي ده throw حاجة اسمها الانكريبشن كي مفتاح التشفير واضح ده إن شاء الله الحاجات دي هناخدها إن شاء الله في المحاضرة بتاعة الSSH فأنا عايزك تفهم موضوع التشفير ده ببساطة هما بيتفقوا على إيه تشفير بمنتهى البساطقات البسوورد أهو فييجي PC1 يبقى معاه كده مفتاح تشفير يمسك المفتاح التشفير هوب يعمل إيه ليه البسوورد يقوم باعت البسوورد دي إلى PC2 PC2 ياخد البسوورد encrypted يحولها يحولها بواسطة المفتاح يعمل لها encryption وقادي البسوورد تظهر إيه in clear text فالpresentation layer من ضمن المهام الرئيسية بباعته هي عملية data encryption و data decryption طيب إيه بقى موضوع data translation يعني إيه ترجمة data الأول بس إيه نفضي السلايد كده من نكبر كده ال eraser شوية عشان ننجز ال data translation عملية الترجمة بحيث تعالوا بقى أنا أتخيل كده إن أنا عندي هنا إنت هتخش على موقع الفيسبوك من السورس إلى ال destination PC بتاعك هتخش على موقع الفيسبوك طيب إنت هتخش على موقع الفيسبوك عن طريق إيه هتقول لي ممكن عن طريق الفيرفوكس ممكن عن طريق الجوجل كروم ممكن عن طريق الانترنت الفيسبوك طيب افرد الفيسبوك الانترنت ممكن عن طريق مواقع مواقع تقدر تخش عليها من الفيسبوكس لكن تقدر تخش عليها من الفيسبوك دي تبقى مشكلة في طبقة البيزنتيشن أوكي طيب إحنا كده خلصنا طبقة البيزنتيشن نخش بقى في السشن طبقة السشن قبل ما نتكلم عن طبقة السشن عايزين نتكلم عن شوية مفاهيم كده السمبليكس وال الهاف دوبليكس وال الفول دوبليكس أوكي طيب إيه الفرق ما بين السمبليكس والهاف دوبليكس والفول دوبليكس دول إيه أصلا بيقول لك يا سيدي إذا كان انت عندك بي سي بيكمنيكيت مع سرور فإذا كان البي سي بيبعد فقط فقط إلى السيرفر فإذا بيقول لك إن هم عاملين سشن سشن يعني إيه يعني هي معناها الحرف يعني جلسة جلسة بس أنا طبعا ما بحبش أربط الكلمة بالمعنى الحرف بتاعها لأن هتلاقيها يعني إيه جلسة في الناتورك تعالي نقول إن السشن هي عبارة عن حط كده في اعتبارك عشان نفهم الموضوع تخيل الداتا اللي هتخرج من السورس إلى الديستينيشن عبارة عن مية أوكي عبارة عن إيه عبارة عن مية والسشن دي هي مصورة المية أوكي هي إيه مصورة المية فإنت المية هتنزل من السورس بتمشي في المصورة بتاعتها لحد ما توصل إلى إيه الدستينيشن فده يعني إيه حاجة كده بالبلد كده نفهمها يعني نفهم السشن دي بتعمل إيه أو معنى السشن إيه طيب إذا كان السورس بيبعد فقط للدستينيشن فبنقول إن السشن دي سيمبليكس سيمبليكس ليه لأن أنا كأن بكلم واحد أخرص أنا ببعد فقط لكن ما بستقبلش حاجة من من الدستينيشن كذلك إما إنت تيجي تتفرج على تلفزيون إنت تلاقي الموزيعة عملا تتكلم 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 وإنت كأنك أخرص لأن كده لو جيت تتكلمت هي مش هتسمعك لكن إيه لو بتتكلم إنت هتسمعها فإيه بالداتا بتتنقل من طرف لطرف من التلفزيون ليك لكن مش من ليك للتلفزيون لأ مش تمام كده يعني أتمنى للحطة دي تكون إيه وصلتلكو طب الهاف دوبليكس الهاف دوبليكس لأ الهاف دوبليكس إنت تقدر تبعت للسيرفر السورسي يقدر يبعت للسيرفر بس ماينفعش والسورسي بيبعت للسيرفر سيميل تينيزلي في نفس الوقت السيرفر يبعت للبي سي ماينفعش ليه لأن الهاف دوبليكس شغال آآ سيند أور ريسيف يا إما أنا أستقبل منك أوكي ومش هبعتلك اللما أنت يعني أنا هستقبل منك داتا السيرفر بيكلم البي سي قوله إيه يا بي سي إحنا نشتغل هف دوبليكس يعني أنا مش هطلع أي داتا من ناحيتي طالما أنت عملت بعتلي هطلع إمتى داتا من ناحيتي طالما أنت وقفت إنك تبعتلي أوكي فأنت عشان كده الهاف دوبليكس ده سيند أور ريسيف يا إما ده يا إما ده طيب الفول دوبليكس الفول دوبليكس لا بقى الفول دوبليكس ده إنت تقدر تبعت للسيرفر والسيميل تينيزي أو في نفس الوقت السيرفر يبعت للبي سي وهكذا يعني يقدر يحصل إيه ده سيند يعني يسف ده سيند ده ريسيف سيند ريسيف في نفس الوقت في نفس الوقت طيب ده الفول دوبليكس منظن الأمثلة برضو على هط دوبليكس اللاسلكي بتاع جهزة الشرطة إنك ده تلاقي اللاسلكي هنا هو أوكي اللاسلكي بقى الموتوريلا اللي هما بيستعملوه يقوم دايس على الزرار يتكلم وبعدين يقوله إيه حول حول يعني أنا هشيل إيدي من على الزرار عشان أسمعك حول يعني أنا هشيل إيه هشيل إيدي من على الزرار عشان إيه أسمعك لأن طول ما انت دايس على الزرار الراجل التاني الراجل التاني بيسمعك لكن طالما انت دايس عالزرار الراجل التاني ايه بيسمعك لكن هو لو تكلم ما تقدرش انت تسمعه لانك انت دايس عالزرار اما تشيل ايدك من عالزرار يبقى انت نقلت نفسك من وضع السند الوضع يدريسيف فاذا هو لو تكلم ايه هيقدر انت هتقدر تسمعه فده الفرق ما بين السمبليكس والهب دوبليكس والفول دوبليكس تعالوا بقى نتكلم السيشن بقى وظفتها ايه السيشن الطبقة اللي بتكيب الداتا سبريتد اه يعني انا اسألكو شؤال اولا انت دلوقتي لو جيت كتبت www.msn مثلا .com او hotmail.com ممكن اسألكو شؤال انت دلوقتي عندك الجهاز في الوضع ده متوصل براوتر الراوتر متصل بالايه بالانترنت متفقين اتقول له متفق انت دلوقتي جيت www.msn.com فلت هتطلع للايه للانترنت انت هتكومنيكات مع كام سيرفر انا سامع بعض الناس هتقول لي لا ده انا هكومنيكات مع السيرفر اللي ايه اللي شايلة باش مهندس الويب سايت بتاع www.msn.com الاجابة لأ الاجابة لأ لان اما انت لو انا جيت مسلا ايه تحت موقع ال ايه الهوتميل فمسلا ده ده الفيسبوك طيب انا هفتح موقع الهوتميل انا دلوقتي او نخليها ال ام اس ان اهو لو لجيت فتحت مصلا موقع ال ام اس ان مش فانت انا دلوقتي جيت فتحت ايه موقع ال ام اس ان لو انا جيت بسيط اا الموقع ده انتو بتقولوا ان هو مرفوع او الناس اللي ردل قلده او ده مرفوع ال صفر واحد طيب اا اتلاقي اا مثلا او اا اسكايب اا مربوط على السيرفر بتاع اسكايب اا outlook.com مربوط على السيرفر اللي شغيل ايه موقع outlook.com اا مسلا تلاقي ايه followers on facebook اهو followers on facebook اا مربوطك برضو مطلعك على سيرفر ايه سيرفر الفيسبوك فبالتالي انت مش بتطلع على سيرفر واحد ده انت بتطلع على اكتر من سيرفر انت ايه انت بتطلع على اكتر من سيرفر يعني تعالوا مسلا ايه نتخيل كده اا انا لو انا جيت على سيم دي كده و دوسنا اجزت اوكي سيم دي تاني وجيت اا اصلا يعني افتح الانترنت اكسي بورر اوه اوه ودي السيم دي عندي هكتب في السيم دي الاول بس ايه ماشي اوكي هكتب في السيم دي نت ستيت داش سبيس داش ايه تمام طيب انا هفتح wmsn dot com داني اكي اها اها بصوا بصوا كم connection فتح كم session فتحت لان السطر الواحد عباره عن session اكي اها كل ده نتاج اني طالع فقط على موقع msn فتحت اكتر من connection اكتر من خط اتصال يعني انا فتحت اتصال مع اكتر من server واضح فال session بقى ايه قصتها session من الاخر بتكيب بتفرق مسارات ال data يعني يتفرق ان ال data هنا طلع للسيرفر ده وال data طلع للسيرفر التاني وال data طلع من pc برضو نفس ال pc الى السيرفر التالت وهكذا على هيئة سطور زي اللي احنا شفناها كده في الامر بتاع nata state space dash a call decisions انا ال pc بتاعي فتحها من ضمن طبعا يعني الامر بتاع نات stdash a ده يعرفك حاجة مهمة جدا لو انت عايز تكتشف يعني انت عندك فيروس او لأ و الفيروس ده بقى فيه هاكر زرعه يعني فيه انواع فيروسات هي كل وصفتة انها تنزل عالجهاز بتاعك تبوز لك الملفات وخلاص لكن فيه فيروسات ده جسوسية بيبعت لأ للهاكر انت فاتح هي عالجهاز بتاعك والباسوردات بتاعتك والليلة دي كلها فانت عشان تعرف الجهاز بتاعك عليه فيروس متصل بجهاز هاكر او لأ يقولك افصل كل الابليكيشنز اللي بتتصل عالنت عندك فانت تقفل كل الايه السيشنز اللي عندك لو لقيت سيشن وعدد مش قليل من السيشنز لسه موجود احتى امر النت استددش ايه اعرف ان عندك فيروس لانك انت انت قفلت كل الابليكيشنز او البرامج اللي بتتصل بالنت وانا جيت قفلتها خلاص ما بقاش فيه المفروض ما يكونش فيه اي اتصال سيشن ما يكونش فيه اي سيشن طلع من البي سي عندك او من ويندوز عندك على برة وجيت لقيت عدد مش كبير مش قليل موجود انت تعرف فيه فيروس عندك وفيروس بيفتح سيشنز بقى مع جهاز الهاكر طيب ده الايه ال وظيفة السيشن وال الابليكيشن والبريزنتيشن تحبوا بقى اقولكم فجأة احنا دلوقتي تكلمنا عن ايه الابليكيشن وتكلمنا عن الابليكيشن وتكلمنا عن السيشن فاكس كل الكلام ده انت كمهندس شبكات مش مطالب تعرف او مش مطالب ان انت لو حصلت مشكلة في النتورك على اي طبقة من دول انت مش مطالب انك تحلها دي مش مسئوليتك لان على سبيل المثال الداتا بيز حصلت مشكلة في داتا بيز ما دي في ابليكيشن اوكي هيندون انا عشان احلها فدي دي مش دي مش بتاعتي ده بتاع البروجرامر اللي عمل الداتا بيز فدي القصة ال تريي ابيكيشن دول خاصين بالديفيلوبر اما الاربع ابيكيشن اللي تحتهم دول بتوع بقى النتورك ايه ده بالنسبة للناس الجديدة طبعا اوكي طيب نتنقل ل الترانسبورت لاير الترانسبورت لاير اوفر فيو طبقة عملاقة الترانسبورت لاير يحدد لك هل الداتا اللي هتتنقل من البي سي او من السورس الى الديستيناشن هل هي ريلايابل او ان ريلايابل يعني ايه ريلايابل ويعني ايه ان ريلايابل في الريلايابل لو حصل اي لوز في الداتا يعني مثلا من ضمن الحاجات او الركائز او الوظائف الاساسية للاير بتاعت الترانسبورت ان الداتا بتنزل كحتة واحدة تنزل من ال الترانسبورت تحط وحدة الترانسبورت اول حاجة بيعملها في الداتا بيعمل لها عملاية سيجمنتيشن بيقسمها طيب انا قسمت الديتة هنا كم سجمنت ادي سجمنت 1 ودي سجمنت 2 ودي سجمنت 3 ودي سجمنت 4 ودي سجمنت 5 فانا كده قسمت ايه 5 سجمنت طيب انا دلوقتي هبعت ملف اتقسم لخمسة سجمنت الى السيرفر اه لأ او السيرفر هيبعت او انا هبعت ملف ليه السيرفر على سبيل المسال فالجهاز هيبعد ايه سيجمانت 1 هيبعد سيجمانت 2 هيبعد سيجمانت 3 هيبعد سيجمانت 4 هيبعد سيجمانت 5 فسما السيرفر يمسك السيجمانت دول يجمعهم مع بعض بحيث انه ايه يجمعهم يعمل لهم جادرينج مع بعض فترجع عنده ايه حتة واحدة تاني انا طبعا الترانسبرت ليه قسم العمل عملية السيجمانتشن دي اسمها عملية السيجمانتشن مهمة جدا عملية السيجمانتشن مهمة جدا ليه لانه بتسهل عملية الاتصال لان انا لو هبعدها حتة واحدة فلو حصل لوز عند مثلا 90% فانا هتطر رابعت الايه الملف ده لو مسحت 1 جيجا فانا هتطر رابعت 1 جيجا كلها مرة تانية لكن لو انا قسمتها على 10 تلاف سيجمانت والسيجمانت الواحدة مثلا واحد من عشرة ميجا بايت فامتا السيجمانت الواحدة لو حصل لها لوز مش مشكلة هبعد السيجمانت دي مرة تانية يعني هبعد واحد من عشرة ميجا بايت مرة تانية لان طبعا لان انا قسمت الوان جيجا دي لعشر تلاف فهتديني تقريبا واحد من عشرة ميجا بايت للسيجمانت الواحدة فدي القصة فهي بتسهل عملية الارسال وكذلك لو خصل لوز قدر عوض السيجمانت قدر معوض الملف كله مرة واحدة او الداتة كلها مرة واحدة طيب في الريلايابول لو انا جيت بعد سيجمانت والسيجمانت سقطت فالسيرفر يروح يقول للجهاز يا بي سي ده انا باكت وان او سيجمانت وان وسيجمانت دو وقعت ابعتهم لي مرة تانية هيوم البي سي عامل ايه يبعت السيجمانت وان وسيجمانت دو مرة تانية عشان كده بيسمو ايه ريلايابول ريلايابول يعني الكونيكشن يعتمد عليه لان انا ضامن ان خلاص البي سي بعت فعلا لملف كله للسيرفر لان السيرفر على كل على كل سيجمانت بيستقبلها من البي سي بيبعت للبي سي حاجة اسمها الاكنولوجمنت يعني اوكي جارت انا وصلت لي سيجمان طوان ابعت سيجمان طو يبعت سيجمان طو سيرفر يقول للبي سي جارت وصلت لي سيجمان طو ابعت سيجمان ثري يبدأ سيجمان يبدأ البي سي يبعت سيجمان ثري وهكذا اه حط في اعتبارك يعني انت مسلا وانت بتداول لود اي ملف حتى من اف تي بي الاف تي بي سيرفر الملف بيتجزق زي ما انت ما انت ما تيجي تتكلم برضو على الا 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 لو انت كده بتيجي بتحمل بالايد ام فأنت برضو الIDM بيجزق لك الملفات يعني أنا مثلا وجيت عملت كده عايز أحمل الVMware هتلاقيه بيجزق لك الملفات طبعا التجزيق ده مش ده اللي بيحصل في الترانسبورت أنا بديك مثال هو ليه الIDM بيجزق الملفات كده لأن في تجزيق الملفات تهو مجزقها لكم جزء مجزقها لتمن تجزاء تجزيق الملفات لتمن تجزاء وممكن هتلاقيه مثلا كل ما السرعة تعطيه لكل من العدد اللي جزاء يزيد ده بيساعد على استهلاك أكبر سرعة من دولود يعني بيسرع عملية الكونيكشن كذلك يعني ايه بيسرع عملية الكونيكشن بيسرع عملية انتقال الداتا من نقطة لنقطة من السيرفر انت بتدولود منه للجهاز بتاعك فكذلك الترانسبورت تيبين سيجمينتيشن بيقسم الداتا عشان ايه العملية دي اللي هو يسرع الكونيكشن فده ايه تاني سبب البروتوكولز اللي بتشتغل بالريلايبل ايه تيتجي تي بي يعني اتلما تيجي تخش على ويب سايت بتخش بايه بسيرفيس او بروتوكول الاتشي تي 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 بي ده انت داخل ده يعتبر receiver او session ما انت بتگه تفتح ايه session من البي سي بتاعك لقيه للايه للسيرفر فانت السيشن اللي انت فتحتها من البي سي للسيرفر دي يعتبر tcp session او بيسموها reliable session طب الftp المقردو relationship ال smtp الريليابل كونكشن اللي هو الـ simple mail transfer protocol البروتوكول اللي بيعمق يعني بيحكم عملية عملية تحويل الاميلات او ارسال الاميلات طيب الـ UDP الـ UDP بقى عكس الـ TCB تماماً لو Sigma انت عندك وقعت خلاص مش هترجع تاني وكذلك مفيش اكناولوجب انت بيطلع من الـ destination للسورس يعني انت عندك في ال TCP ال Reliable Connection ال Reliable Connection ان السيرفر مكان بيستير سيجمانت 1 بيبعت للايه للسورس Acknowledgement انا مصلت لي لكن في ال UDP ما بيبعتش Acknowledgement ما بيبعتش ايه Acknowledgement طيب TFTP UDP DNS Domain Name Service برضو ده UDP طيب الTFTP ده انا شرحتها دين اس معناها ايه والاس ام تي بي معناها ايه السيمبل ميل ترانسفر بروتوكول هنا هنضطر نرجع عليه السلايد الرابعة او لأ السلايد الخامسة التيف تي بي شرحتها نتكلم مثلا عن الاس ان ام بي الاس ان ام بي بمنطقة البساطة ده بروتوكول بيستخدم فيه ان لو حصل عطل مثلا فيه يعني بيستخدم فيه عملية المونيتورينج على البي سيز او النودز او الديفايس موجودة في النترك عندك يعني انا مسلا عندي ايه ده سيرفر الاس ان ام بي يعني سيرفر متحمل عليه ابليكيشن اس ان ام بي اوكي طيب انا عندي بي سي هنا وعندي بي سي هنا افرد السويتش ده متصل على ميت بي سي او مية وخمسين بي سي مية وخمسين جهاز كمبيوتر الاس ان ام بي بيخليك انت كنترك ادمنستريتور ده بيفيد جدا نتورك ادمنستريتور مثلا لو انت عندك سرعة الفانة في الكيسة بتاعة البي سي رقم واحد قلت فانت بروسسور عندك بيسخن فيقوم باعت على طول ايه هيقوم باعت زي اكنالج منت كده او اختار الى السيرفر ان البي سي الفلاني او الاي بي بتاعه الفلاني عنده مشكلة في درجة حرارة بروسسور فهو بيعمل ايه عملية مونيتورينج على الديفايس الموجودة عندك في النيتورك طبعا ده هيكون ده محاضرة يعني تقريبا محاضرتين او ثلاثة مستقلين في الكورس لان ده objective عليك لازم ندرسه بتعمق يعني فهتبق عليه محاضرة تقريبا نظري محاضرة عملي طب الdomain name service ده ده قصة بقى الdomain name service ده عايزكوا بقى ايه تركزوا معي انا كنت مأجل اني اتكلم في البروتوكولز دي لحد ما اطلع للسلايد اللي هي بتاعت TCP والUDP اوكي اه تعالوا بقى انا اتكلم دين نقس الدين نقس ده اه بيستخدم بتحويل ايه بصوا الشباب الPCs او الdevices في النيتورك ما تقدرش توصل لبعضها الا لو معاهم عنوين بعضها حلوة اوي كده يعني انا دلوقتي انا دلوقتي لو عايز اكلمك انا لو انت دلوقتي مثلا اه فلان بيتفرج علي فاسمه مثلا عمر طب انا يا عمر لو انا عايز اكلمك هوصل لك ازاي هتقول لي بمنتهى البساطة اما عن طريق الفيسبوك اما عن طريق النقم الموبايل بتاعي اما عن طريق انك تعرف عنواني طب ده كلام جميل جدا فانت اديتني شوية information اقدر انا اروح من بيتي لبيتك لو انت اديت لي عنوانك او اقدر انا لو انت اديتني الفيسبوك بتاعك اوصل الفيسبوك بتاعك من الفيسبوك بتاعي او اقدر اوصل النمبر فون نمبر بتاعك رقم التليفون بتاعك من الرقم التليفون بتاعي طب ده كلام جميل جدا حلوة اوي طيب انا دلوقتي عندي بي سي وعايز يخش على ويب سايت مرفوع على سيرفر حلوة كده يعني انا عايز اوصل لايه انا عايز اوصل للسيرفر دازت نفسه مهلا لو وصلت للسيرفر دازت نفسه منتهى السهولة هقدر اخش ايه للويب سايت انا عارف انا عارف بعض الناس هتقول لي ايها المهندس كلاما غلط لا انا كلامي مش غلط لان انا لسه هتكلم في معمليه المالتي بليكسنج فاحنا ا've already انا دلوقتي على 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 الفيرفوكس مسلا اقدر آ amen بكتب ايه www.facebook.com حلو الاجهزة اساليب العنوoe العناوين بتاعتها يعني الجهاز يقدر يوصل لاجهاز صاحبه السيرفر صاحبه ده يوصلله ازاي اما عن طريق الاي بي او عن طريق خلينا نركز على الاي بي سيبك من الماك ادرز زاد الوقتي ده ده المحاضرة الجاية بإذن الله تعالى الاي بي كل جهاز بكل اي بي يعني ده ليه اي بي وده ايه والسيرفر ده ليه اي بي الاي بي عبارة عن كفورما كده لو انت عايزت تشوفها عبارة عن اربع خانات كل خانة بتتراوح من صفر الى 255 ولذلك 90% من الناس اللي بتتفرجعوا الفيديو الاي بي بتاع الاجهزة بتاعتها في النتوك هتلاقيها يعني يا اما 192.168.1.x حيث ان x بقى رقم بيتراوح عندك من 1.255 او ممكن برضى الناس لأما 192.168.0.x او اما 192.0.0 ايا كان يعني بس ده العنوان المشهور يعني خصوصا الناس اللي في مصر المهم فالجهاز عشان يروح للسيرفر المفروض يكون عارف الاي بي بتاع السيرفر حلو يعني انت المفروض تدخل على البروزر ايه انت مفروض تدخل على البروزر الاي بي الاي بي بتاع الاي بتاع السيرفر ولكن بروتوكول الدين ناس قالك انا مو انا هقدم لك حاجة سهلة قوي انا هخليك تقدر تخخش على السيرفر عن طريق انك تكتب اسم اسم ايه? الحاجة اللي انت عايز تخشها عالسيرفر الحاجة دي لو انت دخلتها هتقوم واصل للسيرفر اللي مثلا مرفوع عليه الفيسبوك هنا البي سي يعترض البي سي ايه يعترض يقول لأ أنا آسف أنا ما بفهمش إلا IP أو MAC address لكن ما بفهمش لغة الأسامة دي ما بفهمهاش مش بتاعتي آه فاضطرينا بقى نعالج القصة دي إزاي إحنا قلنا إحنا قلنا نرتب أفكارنا إحنا قلنا عشان عشان اللي تقدر خش على الويب سايت ممكن تكتب الإي بي بتاعه ممكن تكتب الإي بي بتاعه بس أنا ليه بخليك تكتب الإسم اللي هو مثلا www.facebook.com أنا ليه بقولك اكتب الإسم بمنطقة البساطة لسببين السهولة لأن أنا مثلا بخش أنا كيوزر أنا بخش على أكتر من 15 موقع يوميا فأنا أكيد مش هقدر راح حفظ الـ IP هات 15 موقع الموضوع ده صعب في الحفظ لكن لو راح حفظة بالإسم فده سهل فدي فأنا المواقع بقدر أخش عليها بالإسم مش بالـ IP لسهولة حفظ الـ user لإيه؟ للإسم الحتة دي بتسمى domain أو domain name domain name للويب سايت أوكي؟ طيب ده كلام جميل جدا الـ PC أما انت تيجي تدخله domain name يروح للـ DNS server هنا بقى تعالوا نزبط الدنيا شوية أنا عندي اللي هنا بـ PC أهو أوكي؟ وهنا عندي DNS server موجود مثلا في اللام بتاعتك والسويتش طالع على راوتر الراوتر طالع على إيه؟ ISP الـ ISP طالع هنا ده سيرفر الفيسبوك فـ PC يقوم رايح للـ DNS server يقول له هادي النقس بعد إذنك قل للـ IP للعنوان أو للإسم أو للـ domain name اللي هو www.facebook.com فيقوم من دي النقس راضد عليه يقول له إن الـ IP بتاع www.facebook.com كذا 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 يدينه الـ IP بتاع إيه؟ الفيسبوك فإذا الجهاز أصبح مع الـ IP بتاع سيرفر الفيسبوك ولا لا يقوم على طول مستخدم الـ IP ده إنه يطلع عليه السيرفر فدي عملية ترجمة الإسم إلى IP دي بتسمى دي عملية الـ domain name service طيب ده لـ DNS هوريكم مثال في الموضوع نشوف هنا مثال الموضوع بقى اللي إحنا كنا بتتكلم فيه لشغل بقى إيه؟ العملاق بتاعنا الـ wireshark بالمناسبة بقى إيه؟ الـ DNS ده UDP أو عشان أكون دقيق فيه DNS عندك فيه DNS Client Client وعندك DNS Server إحنا شغلنا كله في ترجمة الأسامة المواقع الـ IP هات ده الـ DNS Client ده UDP أما الـ DNS Server ده تي سي بي هنتكلم عنه ده إن شاء الله قدام فنقدر أفتح دلوقتي بيفتح الـ wireshark بصوا بقى يا شباب أنا دلوقتي أفتح CMD وهكتب IP Config حتلاقي هناك أو ممكن لا ممكن نجيب حاجة أسهل شوي skip this version هو دلوقتي فتح الـ wireshark يعني أنا عايز أوريكو الـ DNS Server على اللاب بتاعي إيه أدي ده كرت الـ بين كرت الـ آه ده كرت الـ آه ده كرت الـ details الـ IP بتاعي إيه 192.182.1.100 سيبك من الـ Subnet Mask دليل هشرحه سيبك من الـ Default Gateway هشرحه الـ IP version 4 DNS Server كام؟ 8.8.8.8 4.8 ده بتاع الجوجل و 4.3.2 ده DNS برضو بتاع جوجل حلو؟ فأنت أما جيخش على موقع زي الفيسبوك الجهاز بتاعي بيطلع على الـ Destination IP 48 الـ DNS Server يقول له يا DNS هو www.facebook.com الـ IP بتاعه كام؟ يقوم الـ DNS باعت له الـ IP بتاعه www.facebook.com الـ IP بتاعه كذا طيب ده كلام جميل عشان نشوف أسلوب التحور ده أنا دلوقتي مشغل الـ Wireshark آه آه نصغر نعمل كده أيوه آه أتلاقي هنا آه أنا عايز أعمل الـ Capture الـ Wireshark كده بيعمل Capture للـ Data اللي بتطلع من جهاز لجهاز أو من الجهاز بتاعك يعني ده هيعمل بس أنا عايز أجيب بس كاتل واي فاي أهو هيعمل Capture Start يوريك أسلوب التحاور إيه اللي بيحصل بالضبط وإيه اللي بيتبعت أو إيه بيطلع من إيه اللي بيطلع من الـ Wireless أو Capture Wireless بتاعه إيه اللي بيدخله طيب آه أنا دلوقتي عندي CMD أهو أوكي طيب أنا هكتب في الفلتر فلتر لي طلع لي فقط الـ Captures اللي رايحة IP Address equal equal 48 ودوس Enter حلو وهكتب هنا آه NS Lookup Lookup يعني أنا كأنني هروح اجتماع كده ما عنديه إن إس سيرفر عشان أنا إيه؟ عايز أسأله شوية أسئلة أنا هسأله www.facebook.com الإي بي بتاعه كام آه بص قالك الإي بي بتاعه 179.60.192.36 حلو اوي كده تعال بص هنا آه بص يا سيدي آه دي داتا طلع من السورس آي بي اللي هو 122.861.100 اللي هو إيه؟ اللابتوب بتاعي طلع الـ Destination الـ DNS Server ها بتاع جوجل أربعة تمانيات البروتوكول إيه؟ DNS حلو الـ Standard Query كوري يعني سؤال بيسأله إيه؟ إيه؟ www.facebook.com إيه؟ معناه إي بي فيرجن فور الإي بي فيرجن فور بتاع بتاع الفيسبوك كام اللي هو الإي بي اللي أنا لسه متكلم عنه لأن في إي بي فيرجن فور في إي بي فيرجن سيكس اللي أنا لسه متكلم عنه أباربع خانات ده إي بي فيرجن فور راح الـ DNS Server اهو أربعة تمانيات رد اهو بص اتنقل للسورس اهو أربعة تمانيات رد على 129.189.1.100 اللي هو الـ Destination اللي هو اللابتوب بتاعي قاله الـ Query Response الـ اللي هو بقى الفيسبوك العنوان بتاعه 179.60.192.36 اللي هو نفس العنوان اللي طالع هنا اهه 179.60.192.36 اللي هو هنا يعني أظن الموضوع يعني أظن أنا وريتك بوش سلوار جارك بيوريك التخاور إزاي بيوريك الحاجة كده على حاجة عملي قدامك انت الـ PC بتاعك راح يتكلم أو اللابتوب راح يتكلم مع الـ DNS Server الـ DNS Server اهو دي خانة السورس خانة السورس تمام راح سأله بعد كده DNS رد عليه فـ DNS يعتبر هو السورس وطالما هيبعت للـ PC بتاعك فانت الـ PC بتاعك هاي بقى Destination عشان كانت تلاقي الـ IP بتاع الـ PC بتاعك في الايه؟ في الـ Destination في خانة ايه؟ الـ Destination طيب أنا عارف أنا عارف أنا قدامي التايمر دلوقتي أنا عارف إن المحاضرة طويلة أنا مستمتع بـ إيه؟ بالتسجيل في فيديو دلوقتي أتمنى أن تكونوا كذلك أنا قدامي تقريبا أنا في الدقيقة آآ أنا بقى لي ساعة ودخلة في الـ 14 دقيقة ممكن تكون عندك أقلل أنا بعمل منتاج للفيديو أوكي آآ تدائل إيه؟ الـ DNS طب الـ DHCP طيب بصوا بقى يا شباب عشان نفهم الـ DHCP الـ DHCP كل اللي هو بيعمله اللي هو بيوزع لك IP هات بيوزع لك إيه؟ أنا ضربت مثال للـ DHCP Server فعشان نفهم الـ DHCP تعالوا نتكلم عن برضو إيه؟ حاجة كده فرعية الـ LAT type of communications الـ Broadcast و الـ Unicast و الـ MultiCast للـ Unicast لوناft لدي إيه؟ سويتش مسيح و ايه؟ ده في بي سي 2 وهنا في بي سي 3 وفي مثلا هنا برضو بي سي 4 بي سي 4 طيب اليوني كاست اليوني كاست داتا بتخرج هتخرج من جهاز واحد مثلا جهاز واحد ده سورس هيبعد داتا لو هيبعد داتا مثلا لجهاز اتنين يعني one to one فاليوني كاست one to one طيب البروتكاست البروتكاست هيدخل الداتا والسويتش هيطلع الداتا لكل البورتس لكل البي سيز فدي بروتكاست يعني انا one to all يعني one واحد بيكلم الجميع طب المالتي كاست المالتي كاست بقى قصته ايه ان انا دلوقتي البي سي 1 هيبعد اه هتنصغر بس الايه نزبط البروش اهو تمام ان انا دلوقتي عندي بي سي 1 مثلا عايز اتكلم اتنين وثلاثة فهي بيكلم اتنين وثلاثة لكن مش هيكلم ايه مثلا اربعة فدي مالتي كاست لان هو هيكلم مجموعة من الكل لذلك اليوني كاست one to one البروتكاست one to all بكلم الكل اللي قدامي كل الاجهزة اللي قدامي مالتي كاست بكلم مجموعة من الكل one to mini فدي قصة الايه اليوني كاست وبروتكاست والمالتي كاست اه تعالوا بقى نشرح مع بعض ال ال dhcp والقصة بتاعته طب انا مبدئيا قبل ايه يعني معض ارغلي كتير بقى في ال dhcp معنائي بقى والحوارات اللي بتحصل في ال dhcp تعالوا نشوف الموضوع ده ده لانطاق عملي هنشغل ال dhcp اه 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 اشغل هجبه واسمي الراوتر ده dhcp server لان انا هخلي الراوتر ده يوزع ip hat زي ما احنا قلنا في المحاضرات اللي فاتت dhcp كنت نوحت عنها ده سيربر بيوزع ip hat ده pc ووصل الراوتر للسويتش والسويتش نوصل الى pc نوصل الى vmnet1 طبعا كل الكلام ده انا هشرحه في المحاضرات العملي انت مش مطالب انت انت تطبق باللي انا بعمله دلوقتي انت مش مطالب ان انت تطبق اللي انا بعمله دلوقتي دي حاجة كده عشان نوريك ال dhcp بيشتغل ازاي نشغل ال vmware نشغل مثلا اوكي 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 طب اجيب اوبن اه افتح مثلا بي سي ده ايه القصة اوكي 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 سي ده اه تمام. ده dovоеس كمي اوكي استرادعم ال vm hijo و هزبط الكارت الشبكة بتاعه على بيمت 1 تمام و اشغل ال PC دي مكنة Windows XP انا عاملها طبعا اللي عايز يجعرف اشتغل ازاي بمتابعة سلسلة Virtual Labs هتلاقوها في بلاي لست مستقلة على الخاصة بي على اليوتيوب طيب عبال بقى ايه ما Windows XP قوم انا دلوقتي كل اللي عاملوا ان انا هشغل الراوتر ده بحيث ان هو يوزع IP هات طبعا الاوامر دي انت مش مطالب انك تعرفها دلوقتي ان انا كده كده هشرح باذن الله تعالى في المحاضرات العملي في المحاضرات العملي بحيث ال PC ده هياخد IP منه طيب اه مبدعيا انا هعمل capture the wire shark على الكابل ده اه هعمل الاخصة على ال data اللي دخلة فيه switch 1 وال data اللي طلع منه انا بتكلم عن ال port ده اللي انا حطت عليه ال arrow الماوس طيب هادوس اوك و كمين تاني start wire shark اوك ده ال windows xp نظيم جدا و نجيب هنا احمد رابط اه تمام اه 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 طبعا لو انتوا بقى لاحظتم انا هخش دلوقتي على ال My Network Places ودلو هرشارك هشعه My Network Places كي يمين Properties تمام كي يمين Disable ده بقى الوارشارك بدأ يكابتشر الداتا اللي دخلة واللي خارجها من البورت اللي طالع من السويتش على البي سي من هنا هدوس كمين اه في حاجة بانسينا نعملها اه هم ديب Compute Interface Fast Ethernet بس لن ننس اه البي سي دلوقتي اخد اي بي اها الروتر اداله 192.161.2 اهو Assigned by dgcp لو انت قد فتحت details هتلاقي الاي بي 192.161.2 subnet mask 255.255.255.0 default gateway 192.161.1 dgcp server مين dgcp server اللي ادى البي سي الاي بي ده العنوان بتاعه 192.161.1 الروتر بالمناسبة ان اغلب الناس اللي عندها انترنت في البيت او راوتر في البيت ان الروتر هو اللي شغال dgcp server بتاعك لكن انا طبعا في الشركات الكبيرة انا ما بخليش default gateway او الروتر اللي هو بيطلع لي عن الانترنت هو اللي بدي الاي بي هات لانه في الشركات الكبيرة بمعندي عدد اجهزة كبير فبالتالي باضطر ان انا اجيب سيرفر مستقل سيرفر مستقل انزل عليه بقى windows server 2012 او 2008 ايا كان وسطب عليه السيرفر بتاعه dhcp وبالتالي هو يوزع الاي بي هات على الاجهزة طبعا ونروح لهاubiggles وهاذ الحوار اللي حصل في موضوع dhcp اهم انا هشأعامل هنا click the main и apply as a filter selected لو احنا لاحظنا البي سي طلع رسالة برودكاست طلع رسالة برودكاست من السويتش حتى يبحث عن dhcp server لو احنا مثلا فتحنا الباكت اللي هي بتاعت dhcp discover لان احنا دلوقتي ايه عشان نركز بالموضوع البي سي اول ما بيفتح مبكونش معا اي بي يعني او بي لوجن على النتورك مبكونش معا اي بي يقوم باعت رسالة جوه يطلعها كده من السويتش يطلعها برودكاست بيقول يا dhcp server او الجهاز اللي هو عليه dhcp service يريد يبعث لي ip دي الباكت اللي هي بتاعت ايه دي الباكت بتاعت dhcp discover طيب ييجي dhcp server اللي هو الروتر يرد على البي سي ويقوله هل هل المناسب ليك 192.161.2 ده dhcp offer ده ايه ده dhcp offer يعني الروتر بيرد على البي سي يقوله انا عندي 192.181.2 available عندي هل تقدر تاخده ده dhcp offer طيب ييجي يرد عليه البي سي هنا في dhcp request ييجي البي سي يرد على dhcp server يقوله خلاص انا هياخد فبيعمل request عليه request يعني انا لو سمحت يديني dhcp server يرد على البي سي يقوله خلاص بض contaminتجام البي سي يجح هنا في ملخوذة مهمة جدا ممكن واحد ييجي اسألنا باش مهندسة بفرط في جهاز انا وصلتو انا مصلته هنا وجيه الجهاز ده سبق host 1 وخد IP 192.681.2 هل الراوتر هيدي .2 للhost 1 يعني افرض host 2 عن الوغن وخد 192.161.2 هل الPC او الhost 1 هياخد برضو 1.2 المهم انه مش الراوتر مش هيدي IP اداه للPC ده يعني انا مسلا الراوتر وازز عدو 2.3 فما يجي جهاز يطلب الراوتر يديلو 2.4 مش هديلو 2.3 لان الراوتر عارف ان 2.3 مش 2.3 مقبيزي او اداهم طلعهم لاجهازة تانية طيب بسؤال برضو اكثر زكائن طب افرض انا حطيت ال IP static على الPC ده يعني انا رحت بايدي تمام كده زي مسلا انا ممكن اعمل كده اخش على الPC اوكي واجيب ايه ده اه اه بسته السرش غلط مش مشكلة اه ماشي رحت على general وبعدين رحت على properties تمام? وفي properties روحت اديت الائي بي اللي هو مية اتنين وتسعمية اتماستين واحد وتتنين اوكي يعني انا اديت مية اتنين واحد وتتنين وروحت اديته بتاعته انا افرد ان انا اديته اي بي ستاتيك بالطريقة دي يعني هو مش هيحتاج ياخد دي اي بي من دي اتشي بي سيربر طيب افرد جهاز راح دخل هل الروتر هيدي دوت اتنين هنا بقى السؤال يعني انت تت الوقتي على البي سي ده بح مش ادى واحد واثنين لهوست 2 فاي المانع ان الروتر يدي لهوست 1 اي بي اللي هو 22982 واحد واثنين ولكن المشكلة ان كده هيصبح عندي جهازين واخدين نفس الاي بي هيحصل كونفلكت لا 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 شوف الدي اتشي بي سيرفر بيتصرف السيء الدي اتشي بي سيرفر اما بيشوف في الاي بي هات الابالابل عنده اما يفكر يقول لهوست 1 انا خلاص انا عايز اديك واحد واثنين الدي اتشي بي سيرفر بي ارب او بيبع او بيبنج على بيعمل بنج او بتستك كونكشن ل 168 واحد واثنين اذا كان اذا كان ال 192.161.2 عمل بنج مع الروتر فالروتر بيعرف ان 192.161.2 في جهاز ياخده فالروتر بيقول ما ينفعش اقدم 192.161.2 لهوست 1 لان ما ينفعش عندي جهازين بنفس الاي بي فيقوم مدي لهوست 1 مثلا دوت 3 ولكن قبل ما يدي له دوت 3 الروتر يعمل بنج على دوت 3 لو لقى البنج شغال يعني فيه كونكشن لأ ما يديش لهوست 1 يعمل بنج على دوت 4 لكن لو لقى البنج تايم اوت يعني او لو لقى ان ما فيش كونكشن مع 1 دوت 192.161.3 يعني ده قبل ما فيش اي جهاز واخده فيجي الروتر ومفروده على ايه على حوست 1 فقصة الدي دي قصة الدي اي جي سي بي سيربر نرجع ثاني السيمبل ميرت ترانسفر بروتوكول انا عايزك تفهم الفروقات ما بين دي اسئلة فعلا تسألت لي فيه المحاضرات والطلب اللي كان بتحضر لي كورسات الفرق ما بين الباب 3 والفرق ما بين الاي ماب الاي ماب 4 والفرق ما بين السيمبل ميرت ترانسفر بروتوكول السيمبل ميرت ترانسفر بروتوكول جاي من اسمه ده بروتوكول بيستخدم فيه فرودة الاميلات واقي ال дети الطلقة عندك انا بي سي عشدة بغلقة هي متوصل على سيربر ده ميل سيربر ميل وده بي سي ااون وعندك هنا بي سي دو بي سي وان اما يجي يبعت إيميل لبي سي دو لازم يبعهم مديه الأول عديا Camo ويجي مودي الميل على PC2 كل ده بيتم بروتوكول SMTP Simple Mail Transfer Protocol الـ POP3 والـ IMAP4 يهي الفرق ما بينهم الـ SMTP إما يشتغل مع الـ IMAP4 أو إما يشتغل مع الـ POP3 فأنت بيبع عندك سيستم ميل SMTP POP3 أو SMTP IMAP4 طيب يهي الفرق ما بين الـ POP3 والـ IMAP4 بمنطقة البساطة الـ IMAP4 أما PC1 بيبعث الإيميلات لـ PC2 الميل بيتخزن copy منه هنا على السيربر بتعمل سيربر بيتخزن منه copy بيتحط في السيربر وبيتم نسخ الميل يتبعت مرة تانية إلى PC2 ولكن الميل بيفضل موجود على السيربر يعني PC2 يقدر يخش على الميل من السيربر ده من الـ IMAP4 أما الـ POP3 لا الـ POP3 بيحصل كل أدي إفرد PC2 كان مغلق كان نقافل فـ PC1 بيبعث ميل لـ PC2 هيحصله الميل هيروح للميل سيربر هيفضل الميل مستقر هنا على الميل سيربر أول ما بيسيتو يفتح يخش يقرى الميل الميل هيتمسح أوتوماتيك من الميل سيربر ده الفرق ما بين الـ POP3 يعني هنا الميل هيتمسح أوتوماتيك أول ما بيسيتو يقرأ الميل من الميل سيربر ده في الـ POP3 أما الـ IMAP4 لأ الميل بيفضل موجود على السيربر نرجع بقى إيه لـ TCP UDP يعني فعلا أنا بس إيه شرحت كده بقى البروتوكولز عشان نقدر نشرح بقى البروتوكولز اللي بتشتغل مع TCP بروتوكولز اللي بتشتغل مع TCP هي الـ FTP والـ HTTP والـ SMTP الـ UDP الـ TFTP والـ DNS وإحنا شرحنا الحمد لله الـ DNS أمثلة مثلا الـ UDP برضو يعني الـ UDP من ضمن زي ما احنا قولنا الخصائص بتاعته إنه مفيش حاجة اسمها أكلون رجب منسب ففي التالي لو أنت عندك هنا PC بعت بيبعت لـ Server file مثلا 2 segments segment 1 segment 2 فsegment 1 لو وقعت الـ PC أو السورس هنا ده destination فsegment 1 لو وقعت ما بتتبعتش مرة تانية للـ destination أوكي ده في الـ A في الـ UDP عشان كده من ضمن طبعا الـ Data أو الـ Data Stream اللي بيشتغل في الـ UDP الفيديو تخيل نفسك يعني تخيل مثلا أنت بتتفرج على ماتش ريال مدريد و برشلونة على موقع live أو موقع pain sport live أو أي برنامج broadcast لو اللقطة أنت بتتفرج على ماتش live تمام افرد أنت عندك وانت بتتفرج على ماتش في الديئة وانت في الديئة 30 الـ router راح راستر معك الـ router اللي موجود عندك في البيت راح راستر قعد ديئة ولا ديئتين فالنت عندك هيفصل هيرجع النت مرة ثانية بعد ديئتين هتلاقي نفسك في الديئة 32 هل هتشوف في الديئتين فرق دول هل هم هيرجعول لك مرة ثانية لإجابة لا تمام لذلك ده من ضمن حاجة الفهمك UDP الفيديو شغال UDP طب هتقلي طيب باش مهندس طب ليه الفيديو كداتا مش شغالة بالTCP ليه مش شغالة بالTCP يبقى فيه وقعت ترجع تاني وكل بكل بمتال بساطة للTCP كل سيجمان تعملت باعت سيجمان لازم يحصل عليها ايه فده عشان تبعط فايل مثلا 1 جيجا بايت فالفايل ده هيتقسم لسيجمان كل سيجمان هيتبعت عليها اكناولوجمنت ففيه تايم فيه وقت هيديع فيه ارسال الاكناولوجمنت دي فالداتا لكن UDP ما فيش تايم بيديع فيه ارسال الاكناولوجمنت فالداتا اللي فيتنيل بالUDP بتكون أسرع بكتير جدا بالTCP ولكن الداة اللي فيتنيل برضو UDP لان انت لو بتكلم معايا في الموبايل وانا راكب المترو مسلا وانا عديت على محطة او اثنين ما فيها الشبكة فانا طول ما انا بتكلم انت مش هتسمعني صح كده يعني انا دلوقتي مسلا لو الشبكة وقت في منطقة معينة انا مسلا بكلمك هنا عند محطة واحد وعدت على محطة اثنين ده انا دلوقتي عند محطة ثلاثة انا بكلمك محطة اثنين الشبكة واقعة انت مش هتسمع صوتي لكن اول ما اطلب محطة اثنين الشبكة هترجع تبدأ تسمع صوتي لكن الكلام اللي انا قلت وانا عند محطة اثنين مش هرجعلك لان الـ voice برضو UDP طيب تهى الفرقات ما بين TCP و UDP هنا بقى عملية أو overview بتاع الـ functions اللي شغالة بها transport layer الـ data segmentation دي شرحناها المالتي بليكسينج و الـ establishing sessions و تيرين down virtual circuits بصوا هنبدأ نشرح بقى الحاجات دي كلها معنى ايه تعالوا نتكلم الاول عن المالتي بليكسينج المالتي بليكسينج عبارة عن ايه قالك يا سيدي ان انا IPC قما يجي طلع data رايحة لسيربر أو اي destination افرد انا هخش مثلا على www.google.com طيب الـ PC بيبقى عارف انا مثلا هخش على www.google.com طيب المفروض يكون عارف destination IP ولا لأ المفروض يكون عارف destination IP فأما يجي يبعط data لازم يحط source IP ولازم يحط destination IP طيب دا كلام جميل جدا حلو أنا source IP و destination IP ايه وظفتهم ان source IP destination IP هول يخلي data تبقى عارفة هي تروح لاني جهاز source IP ايه وظفته ان اي جهاز ما يستلم data يبقى عارف من IP اللي بعطله عشان في حالة السيربر لو حاب يرد على الجهاز يبقى عارف حنوانه طيب دا كلام جميل جدا بس البي سي دي اساليب ايه عنوانة زي ما احنا قلنا يا جماعة ما احنا الاجهزة بتعنون بعضها عن طريق الماك ادرس او IP طيب دا كلام جميل جدا في مستوى تالت من العنوانة اللي هو ports البي سي يحدد source port و destination port تعالوا نتكلم بمنطقة البساطة انا دلوقتي داتا هتخش على السيربر السيربر دا قد يكون ويب سيربر وقد يكون mail سيربر وقد يكون gaming مسلا gaming سيربر طب انت داتا هتخش دلوقتي على السيربر هتروح لأني application من دول يعني دلوقتي وصلت لحد operating system هي هتوصل لأني application من دول يعني سمح لي ان انا اوصل للسيربر طب دا كلام جميل جدا طب انا دلوقتي وصلت للسيربر لكن انا خبط في ايه ثلاث application الdata هتروح لأني application منهم لابد من وجود اسلوب عنوان في الdata اللي رايحة من pc او من source destination بحيث يسمح انه يديريكت الdata او يتم توجيه الdata ل application الصحيح انا هخش على www.google.com اذا انا اريد اروح الويب هي source port destination port source port destination port يعني انا pc بيروح للسيربر ويقول انا هخش على application انا اسألكوا هنا بقى سؤال هو http او اي ويب سايت المفروض يعم شغال http 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 او http الطب دا كلمة جميل applications اللي شغالة http port 80 والapplication انشغالة htp port 443 هتقول لها بشمهندس ايه الارقام دي هقول الكتب تعالي هل عندك علم ان اي جهاز في ports بتتراوح من اول واحد لحد 65535 طب هل تعلم ان اول port لحد البورت رقم ألف تلاتة وعشرين بيسموها ويل نون بورت طيب والرينج اللي هو من ألف واربعة وعشرين إلى خمسة وستين ألف وخمسمية خمسة وثلاثين بيسموه ديناميك بورت احنا خدنا شوية بروتوكولز كل دي شوية بروتوكولز كل البروتوكولز من دول يا شباب واخد رقم في الرينج اللي هو من واحد لألف واربعة وعشرين لذلك بيسموه لدي أرقم محجوزة لبروتوكولز واضح مش هو هيطلع هيطلع على طيب هيطلع هو عايز يكلم مين هو عايز يكلم ويب سيربر طيب الويب سيربر شغال على بروتوكول إيه مثلاً ايه تي 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 بيس يعني البي سي هيخش هيحدد بورت بإنه ربعمية تلاتة واربعين طيب البي سي هيطلع من بيختار بورت من الرينج من 204 واربع واربع وعشرين لخمسة وستين 1535 بيختار مثلاً حجم يعني حجم من في الرينج لها وبيختاره دايناميك يعني دايناميك يعني الويندوس بيجينريت بيختار بي المضأ بورت دايناميك هو طالع يعني مثلاً أنا ممكن اقول إيه طيب أنا هطلع مثلاً بألف وخمسين من سورس بورت 2050 طيب دلوقتي بقى ايه البي سي هيبعت للسيرفر السيرفر هيقول طيب انت عايز تكلم ايه يقول انا عايز اكلم الابليكيشن اللي البورت بتاعه 443 فالسيرفر اول ما يبص يقول هو مين الابليكيشن اللي من دول شغال على بروتوكول البورت بتاعه 443 فيقوم اه ده ده الويب سيرفر اللي هو مثلا الاباتشي يقوم ادات على طول على الويب المالتي بليكسنغ الطيب فurdayت لباكول فطبعا مع السورس اي بي هيروح على الاي بي بتاع السيرفر وكذلك هيقدر ايكلم البورت هيقدر ايكلم البي سي اللي خارج منه اللي هو كام اللي هو الفين وخمسين اه ده ده قصه ايه المالتي بليكسنج دي هنعيد عليها مره تانية شاء الله Wuكıı بلاها disappoint بس اتمنى ايه يكون اتفهم اتفهمت بعض الشيء يعني طيب ال data segmentation اه دي بقى قلناها ان انت بيتم تقسيم ال data عملية segmentation لل data وطبعا اما تيجي انت اوصل الى destination بيفك ال segments او بيجمع segments دي ويكون منها ال data مرة تارية فدي بيسموها data real simply الestablishing sessions دي فيما يخص برضو الestablishing sessions بتشتغل يعني ايه side by side مع multiplexing طيب تيرينج داون virtual circuits بيبقى نتكلم عنا في المحاضرة او في السلايد الجاي بصوا شباب احنا اتفقنا ان ال tcp reliable connection طيب ال reliable connection دا شغال على تلاتة تلاتة ميكانزم three way handshake flow control windowing تمام كده طيب انت ممكن يعني احنا ممكن نقول اللي هو شغال على two mechanisms بس يعني نقول اللي هو شغال على three way handshake و flow control بس لان ال windwing من ضمنه طرق الايه ال flow control بس انا بحب افصل ال windwing على flow control عشان يكون فيه تبسيط في الشرح طيب نبدأ نستعرض three way handshake دي معانا ايه بصوا شباب ال pc او source قبل ما يبدأ communication مع destination لازم يسنس ال destination هل انت available ان انت ت communicate معايا ولا لا يعني لازم ال pc يروح يستأذن السيرفر يقول له بعد اذنك انا عايز اعمل communication معك ينفع ولا لا فدي مرحلة الايه ال three way handshake فبي طبعا اه بيعمل اه اه يعني ايه بيعمل حاجة اسمها three way handshake انه هو يبعد data اسمها sin تمام السن دي اختصار او abbreviation الى synchronization تمام يعني تزامن تمام يعني هو بيقول له يعني ال pc بيبعد للسيرفر بيقول له ممكن نبقى متزامنين مع بعض ان تبقى synchronized مع بعض فدي سين ريكوست يعني سين ريكوست انا بريكوست بريكوست ليك يا سيرفر ان انت تبقى synchronized معي هي يعني ايه synchronization تزامن يعني انا مسلا بكلمك على mobile ترد عليها بعدها على طول ما تردش ساعة او مال ما ترد عليها يعني انا ببعتلك على الفيسبوك ترد عليها على طول ما تبعت ليش مثلا تشوف المسج وبعدين تيجي ايه ترد عليها بعدها بسعتين او ثلاثة كده مفيش synchronization ما بينها لان ال data اللي بتتنقل ما بيننا ما بيننا وبين بعض ال delay بتاعها كبير وكل ما ال delay بيكبر كل ما معدل السynchronization بيقل كل ما ال delay بيزيد كل ما معدل السynchronization بيعلى طيب بعد سن للسيرفر طيب السيرفر هيرد عليه بايه انا سألك سؤال هولا مش dcp connection هتقول لي اه طيب السن دي تبعت اول حاجة لازم ال pc رد على السورس يقول له انا ااسف لازم ال destination او السيرفر يرد على ال pc يقول له ايه يقول له اكناولوجمنت اكناولوجمنت يعني يا بي سي انا كسيرفر وصلت لي السن بتاعتك وهيبعت له سن synchronization بس دي synchronization acceptance يعني انا وفقت او انا ما عنديش معناه ان احنا نبقل synchronize دي مع بعض فهيجي ال pc هيبعت للسيرفر يقول له اكناولوجمنت اكناولوجمنت يعني يا سيرفر انا وصلت لي already اللي ايه السن او ال acceptance بتاعتك ويتيجي بعد كده مرحلة ايه هنا بقى بتبقى مرحلة ايه ارسال ال data طيب فدي العملية دي بيسموها three way handshake اا 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 او هنا ممكن ممكن تسميها اا دي virtual circuit اا اسلوب او ممكن يتسمى call setup تمام فدي الايه القصة بتاعت three way handshake شوية حاجات بقى هنتكلم عنهم بصوا يا شباب انا اسألكوا بقى سؤال محوري وانا دلوقتي لو عندي بيسي بعت لسيرفر data ال data دي تقسمت لي مثلا عشرة segment عشرة ايه عشرة segment وسيجمنت وفيه segment وقعت يعني دلوقتي بعت ايه segment واحد بعت segment 2 بس segment 2 وقعت المفروض السيرفر اول ما ياخد segment 1 دي بعت ايه اكناولوجمنت الايه هيبعت اكناولوجمنت ال pc طيب segment 2 ما اصلتش هيقوم بعت له يقول له ايه انا عندي segment 2 ما اصلتش انا اسألكوا سؤال المفروض ال pc لو فيه segment سقطت ال destination اروح يقول له ايه انا عندي segment سقطت طيب تمام جدا ما وصلت ليش ال pc او السورس هيبعت segment دي اجزاكت لي ازاي يعني هيعرف منين مين السيجمنت اللي سقطت او اللي ما وصلتش اه عن طريق sequence number عن طريق sequence رقم تسلسلي sequence number ايه هو sequence number قالك ان كل segment كل ده تما تيجي تتقسم فكل segment بتاخد رقم وببدأ العد من اول الزيرو ببدأ العد من اول ايه من اول الزيرو تمام عشان تعالوا بقى نشوف اللعب الاكنولوجمنت اللعب بتاع الاكنولوجمنت مع السيجمنت ماشي ازاي يعني انا عايز افهم اسلوب التحاور بقى بيبقى ايه ماشي ازاي اه اه انا عايزين بقى لا احنا عايزين نمسح كل الكرم ده بصوا يا شاباب بقى هنا في الملحوظة دي الا وادي ده استرور كي webinars هنا x x x x x وكذلك انا ببعط لك الاكسبتنس ما عنديش مشكلة اللي احنا نتكومنيكت مع بعض وده اقناولوجمنت طيب دلوقت بقى اللي فاضل كنا نتكلم عن sequence number بصوا يا شباب انا دولاتي برضو عايز ارسم حاجة كده على جنب رسمة كده على جنب لو segment 1 بتاخد رقم من اول الزيرو احنا اقولنا بقى segment تاخد العد من اول الزيرو حلو كده فدي وصلت لإيه للسيربر طيب السيربر هيرد إيه السيربر هيقول Acknowledgement 1 PC اما يستلم Acknowledgement 1 معناه إيه البي سي بيقول اها انت سيربر بعتلي Acknowledgement 1 إذن انت وصلت لك segment 0 ومحتاج مني ابعتلك segment 1 فأوكي خد segment 1 فالسيربر هيقوم بعت له ايه acknowledgement على ايه 2 يعني البي سي بيقول اها انت سيربر بعتلي acknowledgement 2 إذن segment 1 وصلت لك وانت عايز مني segment 2 ها اظن المضوعي طب افرض segment 1 وقعت تمام كده السيربر هيعمل ايه السيربر هيبعت acknowledgement 1 هل بيسي يقول اها انت سيربر لتاني مرة بعتلي acknowledgement 1 إذن اما أنا بعتلك segment 1 ما وصلتش فهبعتلك already اوكي هبعتلك بره تانية segment 1 طيب هنا السن السن دي حد ممكن يقولي سيربر المفروض دي اول segment بتتبعت في TCP connection فالمفروض دي تاخد 0 تمام احنا بقى ايه هنحاول نبسط المسائل هتاخد رقم 0 طيب الاكدي هتاخد رقم كام حد عارف الاكدي جاية من السيربر الى الايه البي سي فهتاخد رقم واحد يعني انا بقولي البي سي انا وصلت لي السجمانت اللي sequence number بتاعها 0 ومستني منك السجمانت اللي sequence number بتاعها 1 طيب هيبعت السن السن دي رقمها كام اياك اياك تقول لي 1 هتقولي بما انا دي 0 دي تبقى واحد لا 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 دي هتاخد برضو 0 لان كل جهاز السن دي طلع من من السيربر دي اول باكة تطلع من السيربر صح فهتاخد ايه هتاخد رقم 0 لكن دي اول باكة تطلع برضو من ايه فهتاخد رقم ايه؟ هتاخد رقم برضو zero لان كل جهاز بيعد sequence number بتاعه من جهته مش بناء مش انا عشان بعطيلك sequence واحد انت تبعط لي من ناحيتك sequence two لا انا بعدي من ناحية دي وانت من ناحيتك طيب الاكنولوج منت اللي طلع من PC على السيربر المفروض هيكون رقمها كام؟ المفروض هيكون رقمها واحد يعني انا يا سيربر وصدقلي segment اللي sequence number بتاعها zero اللي هي هنا اهو ومستني منك segment اللي sequence number بتاعها واحد طيب دي مرحلة الثري وي هانشيك طب ال flow control طبعا بيواجه مشكلة كبيرة جدا ان السيربر السرعة بتاعته في استقبال وارسال البيانات بتاقة كبيرة ممكن تكون مثلا ممكن تكون مان جيجا بيت برسكند ممكن تكون 10 جيجا بيت برسكند ممكن تكون 40 جيجا بيت برسكند لكن انت عندك اي بي سي مثلا يعني المتوسط يكون 100 ميجا بيت برسكند او 10 او 1 جيجا بيت برسكند ففيه فرق سرعات ما بين اي بي سي و سيربر لازم السيربر طبعا يكون عنده سرعة استقبال وارسال بيانات اعلى بكتير من الجهاز فبالتالي انا مقدرش يعني ايه اه اتعامل مع السيربر ايتعامل مع الجهاز بسرعة بتاعته او السيربر ايه جيبعت للجهاز بسرعة 10 جيجا بيت برسكند يبعت له في الثانية داتا مقدرها 10 مرة واحدة الجهاز ده مش هستحمل لان الجهاز اقصى مثلا هياخد ايه هياخد وان جيجا طيب عمليات الفلو كنترول دي بقى بتحصل ازاي بصوا يا شباب اولا الايه ادي دولاتي عندي البي سي وهدي عندي هنا السيربر السيربر بيسنس الجهاز السيربر يبعت له سيجمانت واحد يبعت له ايه سيجمانت تو لو ادد عليه البي سي باكنولوجمنت ثري اذا السيربر بيقول ايه؟ اذا يعنى انت يا بي سي استلمت هيجمانت واحد سيجمانت انت اتنين يجي السيربر يبدأ يعلي الايه المسائل بقى يجو بعد ايجب الت ايجب السيربر اكنولوجمنت فور فالسيرفر فالسيرفر هيقول اه ها ده فيه باكت سقطت بدليل ان انت قلت اذا انت محتاج السيجمانت 4 تمام اوكي هبعتلك سيجمانت 4 سيجمانت 4 وهبعتلك ايه سيجمانت 6 لان سيجمانت 5 وصلت تمام كده هبعتلك سيجمانت 4 وسيجمانت 6 وهنرجع للسرعة الايه القديمة يعني ايه السيرفر بيجرب بيبعت للجهاز مثلا خمس تلاف سيجمانت لو جات من الجهاز على الخمس تلاف سيجمانت اذا السيرفر بيقول ايه تمام ان الخمس تلاف وصله يبدأ يعلي في السرعة عشر تلاف يجي البي سي يرد يبعت له اكناولوجمنت فاذا السيرفر يقول اه طالما هو بعتلي اكناولوجمنت على باكت رقم عشر تلاف واحد اذا العشر تلاف اللي قابليهم وصله فاذا طب انا هبعت له مثلا ايه اه حدواشر الف فيجي البي سي يقول له اكناولوجمنت على باكت رقم مثلا كذا وكذا 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 يعني في باكتس سقطت فييجي السيرفر يرجع من سرعة 11000 اللي حصل لها تسقيط في الباكت الى السرعة مثلا 10000 اللي هو كان عليها فدي عملية الايه ان انا السيرفر يجرب يسنس الجهاز يبعث له واحد واثنين لو جات السيرفر يبدأ يعلى يبعث له عمل يجي يعلى يبعث له مثلا ايه بدل ما كان أربعة سيجمنت عن مرة الوحدة يبعث له مثلا 10 سيجمنت عن مرة الوحدة لو سقطت سقطت باكتس يعني السرعة دي مش مناسبة للP-C PC مش هيستحملها نرجع تاني للسرعة اللي قبليها كانت اربعة سيجمنت وواصاد الاكتنولوجمت الوحدة عدد السيجمنت وواصاد الاكتنولوجمت الوحدة هي بالمناسبة هي هي الويندوينج ف انا هنا عايز اتكلم في كذا الفلو كنترول إما انه يشتغل الويندوينج اسلوب الويندوينج ده اللي ايه اللي انا لسه شرحه او اما يشتغل باسلوب البوفرينج اسلوب البوفرينج يقيم على ايه ان انا دلوقتي السيربر يجيبعت مسلا سيجمانت وان وطو تري وفور وفايف وصلت للبي سي البي سي مش هيقدر يبروشس الا وان وطو حلو كده يعني مسلا انا جيت نمسح كده ايه نمسح القصة دي كلها تمام انا عندي نعم لانا فنكمل بقى البوفرينج ازاي انا قولنا انا الفلو كونترول انا الويندوينج و بوفرينج و و ال ال نتوارك harsh congestion avoidance فالبوفرينج باب التكلم عن ايه انا دلوقتي عندي PC نتوصل بسيربر السيربر ده جيه مثلا باعتلو المفرود السث هو كله الجميع المفروض السث هي كلها بتجمع المفروض سيجمنت دي بداية ويعمل لها بروسس بكس جوند جوند от 1300 جوند جوند افرد ان شيء نفيد حاليا هنا عندك سريق من الاثنين متى في الطالقة الوحدة ان السيرفر يبعت 2 segments بس ليه ال PC او ان يبعت مثلا 3 segments والسيجمان التالتة دي تتحط فيه البوفرز بتحط فيه البوفرز الموجودة فيه ال PC البوفرز دي يعني الناس اللي اشتغل في الهاردوير اللي هي المكاسفات الخزافية اللي لونها بني اللي موجودة على شريحة الرمات دي اللي ايه البوفرز بيتخذب بيها السيجمانس يعني المؤجل معالجتها يعني انا دلوقتي سيجمانت 1 و 2 بيتموا معالجتهم دلوقتي بيتم عمل بروسس عليهم فبا سيجمانت 3 بتستنى في البوفرز لحد ما سيجمانت 1 و انت بتخلص سيجمانت 3 تخش يحصل الله ايه بروسس طيب ال Network Congestion Avoidance انت بتحصل عندك في الحالات ان انت مثلا عندك هنا سويتش متوصل بيه سيربر وهنا مثلا PC1 وده PC2 وهنا PC3 فافرد انت PC1 انا اسف السيربر بيكلم مع PC1 برضو بيحددوا سرعة بيعملوا flow control على السرعة اللي ما بينهم بناء على حكم ال traffic اللي بيتم في ال Network يعني افرد افرد ان انت عندك ال Network Stability Speed او سرعة مع PC3 اوكي او لان انا مسلا سيربر ده اتكلم مع سيربر 1 هيبعت ادات كلها على السويتش فيعمل فيعلي ويستهلك البروسسور فبالتالي انا عندي هيحصل بطء في ارسالة بيانات من ال PC2 اكروس السويتش الحد PC3 برضو بيحددوا السرعات ببينهم بسيربر وكذلك ال PC بيحددوا السرعبة بينهم علشان ما يحصلش ال Network Congestion وده بيسمى ال Congestion Avoidance او Network Congestion Avoidance بده تلات انواع بتوع ال ايه مراجعة سريعة كده على ال Window ال Window ايه برا عن ايه هي Cam Acknowledgement انا اسف Cam Segment اصاد ال Acknowledgement الواحدة ييجي سيربر يبعت سيجمانت 1 سيجمانت 2 ييجي ال PC يرد عليه بأكام يرد عليه بأكام يبعت له سيجمانت 3 سيجمانت 4 ييجي ال لا 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 اهه نمسح تمام ييجي السيربر يبعت سيجمانت 3 سيجمانت 4 ييجي ال PC يبعت لل السيربر وصلت لي 4 يبعت لي 5 وهكذا فانت عندك كام سيجمانت اصاد ال Acknowledgement الواحدة انت عندك 2 سيجمانت في ال Window هنا قمته كام قمته 2 طبعا انا يعني اذا افضل من انه على كل سيجمانت يبعت اعلى كل سيجمانت يبعت اعلى كل سيجمانت يبعت اعلى كل سيجمانت يبعت اعلى كل سيجمانت سيجمانت عشان يوصلوا من السيربر لل PC هياخد مثلا ثانيتين طيب افرد افرد على كل سيجمانت يبعت اعلى كل سيجمانت المدة بتاعته برضو ثانية بتاعت ال Acknowledgement فانا سيجمانت واحد رحت في ثانية بعد كده استنيت ثانية كمان عشان يوصل لي من ال PC للسيربر بعد كده كده ثانيتين بعد كده سيجمانت 2 راحت ادي ثلاث ثواني بعد كده استنيت ال Acknowledgement كده 4 ثواني فانا لو كل Acknowledgement هعمله مثلا على سيجمانت 1 و سيجمانت 2 هاحتاج 4 ثواني لكن لو انا عملت على سيجمانت 1 و 2 بعدتهم مرة واحدة وخدت Acknowledgement اقصدهم على طول فانا هاحتاج ثلاث ثواني ثانية هنا ثانية هنا ثانية على Acknowledgement فانا ال Windows كلما بيزيد كلما delay بتاعت ال Time PL طيب احناخد برضو ايه مثال اخير في القصة بتاعتنا دي اه نمسح بقى ده اخد بقى مثال عشان نثبت بيه المعلومات بتاعت ال TCP Connection بالمناسبة طبعا القصة دي بتاعت ال Three Way Handshake ده بيسموها Connection Oriented Communication تمام؟ Connection Oriented Communication آآ و Three Way Handshake برضو ايه ممكن تتسمى Virtual آآ Circuit او ليها اسم تاني آآ Call Setup موضوع اللي هو السن السن اك ال اك Call Setup طيب نرجع لمسال بتاعنا بقى آآ Segment Two Segment Three هيجي السربر هيرد على ال PC nuncair باقى آآ oo اك 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 فايف الحالة لان لو سقطة باكتز هو بيع او وصلت اربعة وستة وسقطة خمسة يقول له اك نورج كنورج دخل اك نورج مبين خمسة اكناولوجمنتس البورتس بقى بمناسبة زي ما احنا قلنا ان التي سي بي التي سي بي من واحد عدد البورتس من 65535 واليو دي بي بردو من واحد الى 65535 الولنوم بورتس من ايه؟ من اول واحد الى 1023 دي جدول بقى التي سي بي مثلا 20 ف دي بي داتا 21 ف دي بي كونترول عندك الاساس اتش وتلنا الدول ان شاء الله هنشرحهم في محاضرات الجاية ان شاء الله ده 22 وده 23 السيمبل من ترانسوم بروتوكول شرحنا الـ 25 عندك الدي الناس يو دي بي تي سي بي في دي الناس يو دي بي وفي دي الناس تي سي بي لان الدي الناس اساسا نوعين فيه dns server وفيه dns client dns client ده شغال يو دي بي و dns server ده شغال تي سي بي الفرق ما بين الاثنين let's say ان انت عندك مثال انت انت رايح لـ dns server dns1 انت راح تقول له www.facebook.com الـ ip بتاعه كام افرد هو مش عارف هيقوم عامل فرورد للكويري على مثلا dns2 اوكي الـ data اللي بتدات من dns1 الـ forwarding من dns1 و dns2 dns server ده بيشتغل ببروتوكول اما اذا كان انت بتسأل dns1 او facebook الـ ip بتاعه كام راح اقالك الـ facebook الـ ip بتاعه كذا فده انت كده شغال dns client وكذلك برده يعني برده في حاجة شغالة الـ dns server اللي هي لو انا مثلا هنقل الـ database بتاعه المواقع اللي اقصدها الـ iphab بتاعتها عملت لها copy او نقلتها من dns1 و dns2 برده بنقلها بـ dns server protocol تمام؟ كلمنا برده عن http dns dns Udb طيب احنا عايزين نفهم الفرق ما بين اللي انتا تستخدم port الـ 68 و الـ 67 بصوا شباب احنا سبق واتفقنا ان الـ pc مثلا متوصل على الـ switch وهنا فيه server الـ pc ده عايز ياخد ip يجي يبعت dhcp discover وحاطت وطالع من source support cam طالع من source support 86 طيب ورايح على destination port cam رايح على destination port 67 فالرسالة broadcast اللي هتوصل للـ server وكذلك اي جهاز مثلا جهاز ده مثلا هيوصل له برده الرسالة دي ولكن الجهاز ده عملها discard اللي هنو بديش الجهاز ده عمل رسالة discard مش dhcp server بتاعتي الـ dhcp service هتخش على destination port 67 ولذلك لو احنا رجعنا الـ wire shark وحنا مثلا لقينا بصوا dhcp discover dhcp discover الـ dhcp discover طالع من ip 0000 لانا لسه الجهاز ما خادش ما خادش ما خادش اي بي فبعد رسالة broadcast لو انا جيت دست كده خالي بالك ان الـ wire shark بيحللك الـ packet setup لـ OSI model فمش بالزبط بإيتيب عن الـ OSI model او إيتيب عن TCP IP model ده انشاء الله هناخده المحاضرة البعد الجاية الـ Ethernet لو انا جيت دخلت انا اسف على الـ Internet Protocol لا 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 مش ده 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 الـ Data الخاصة بـ Layar بتاع الـ Application, Presentation و Session دي الـ Data الخاصة بـ Layar بتاع الـ Transport الـ Layar 4 هتلاقي User Datagram Protocol UDP اهو Source Port بصوا طلع منين؟ طلع من Source Port 86 دي طلع رسالة Broadcast من DHCP Client الجهاز اللي عايز ياخد AIB طلع Data من Source Port 86 على Destination Port 67 ها تمام كده ده الـ Put Strap Protocol هو دلوقتي بقى عايز ياخد AIB لو انت بقى بصيت مثلا على DHCP Offer المبعوط من DHCP Server لل DHCP Client تخش هنا بقى مثلا هو أحدد لهو Your Client IP Address ده رسالة جاية من السيربر لإيه للـ Client 102.9188.1.2 مثلا وأنا جت فتحت مثلا الـ الروتر لأن الروتر هو اللي باعت اللي هو 102.9188.1.1 الـ Renewal Time Value تلاقيه برضو في الـ Option ده 12 ساعة 12 ساعة أنا عايز يطل على ويب ساعة 148.4.3.2. طيب تلاقيه برضو الـ POP3 و SNMP ده شرحنا عشان نحس بموضوع البورس قوي يعني إفرد أنت عندك راوتر هنا متصل بـ الـ Internet و متوصل بـ Switch السويتش ده متوصل مثلا بـ PC لو أنا عايز أمنع الـ PC ده إنه يطلع على الـ Internet أو يدخل على موقع الـ Internet يعني براوزنج يعني لو هاروح الراوتر وقول له يا راوتر أي connection جاي لك تمام على بورت 80 أو أو 443 أم لا ديناي يعني دلوقتي الـ PC هيطلع على مثلا HTTPS فهيحط في الـ Destination Port A 443 أو لو HTTP هيحط على الـ Destination Port 80 فالراوتر أول ما يشوف أي باك تطلع على Destination Port الـ Port 80 أو 443 هيقوم عمل لها ديناي مش هيعديها فأنا كده قفلت الايه؟ قفلت الـ connection أي براوزنج إنترنت براوزنج أي client موجود في اللان دي فلذلك من اللازم وضروري جدا إنك تحفظ الـ Port Numbers دول إنك أنت بتستخدمهم في السيستم السيكوريتي بتاعك إنك سوى تعمله على الراوتر أو الفايروول أوك الـ Challenging test بيجان نبدأ أيوة بيقول لك What's the advantage of small organizations adopting IMAP instead of Pub3 الـ IMAP زي ما قلنا مثلا بي سي وان يبعت ميل يروح للسيرفر بي سي تو عايز يشوف الميل بيخش على السيرفر يشوف الميل ولكن الميل ما بيتلغيش أما الباب سري لأ أول ما بي سي تو شوف الميل الميل بيتلغي من الميل سيرفر بيقول لك بيقول لك المنظمات الصغيرة التي تشغل بالـ IMAP instead of Pub3 بيقول لك هنا مهام من الـ Presentation layer والـ Decompression والـ Encryption والـ Deencryption وكذلك وكذلك الـ Data Translation وهنا هو بيقول لك نتروز 2 أنا خطرت الـ Compression والـ Encryption طيب Acknowledgement بيقول لك بيقول لك شباب لو احنا بصينا على الحوار بتاع DHCP DHCP Discover لو هنا هو الجهاز بيطلع Broadcast تمام كده Message يجي السيرفر يرد عليه DHCP Over بس السيرفر يبعت المسج للجهاز بعينه Unicast يعني One to One وبعد كده الجهاز عايز يعمل Request عايز ياخد الـ IP ده بيبعت رسالة Broadcast فانا Broadcast اتحققت عندي في DHCP Discover و DHCP Request اما DHCP Over و DHCP Act دول Messages Unicast طيب فبالتالي هو بيقول لي من الـ Arb يعني الجهاز بيطلع Broadcast امتى بيطلعوا امتى في DHCP Discover و DHCP Request اهو DHCP Discover و DHCP Request طيب بيقول لك في شركة مانفاكتورين كامباني سبسكراب بيطلعوا ببسكراب ببسكراب بشياء من ISP بابسكراب ببسكراف و من سيجب يعمل ببسكراب و تفصيل سحوء ببسكراب الـ مدع الأمر ببسكراف أكيد ده FTP والSMTP والHTTP لأن ده الفائل سيرفر ده World Wide Web اللي هو الإنترنت يعني عايزين يعملوا موقع والSMTP اللي هو الميل سيرفر طيب هنا بقى بيقول لك CD based on the following statistics define the standard query الكويري ده هو دلوقتي الجهاز OX بالمناسبة بعدها ثلاث صفار اثنين يعني الرقم المكتوب ده من أول الصفر الحد الاثنين ده hexadecimal تمام فنحن نشرح الهكسة ده اسمال كده كده إن شاء الله في مخضرات ال IP version 6 بيقول لك CDA www.facebook.com يعني ال IP بتاع ال www.facebook.com إيه؟ وراح ادين السيرفر رد عليه ال IP 42.3.40.128 فده رسالة طلعت من PC اللي هو 192.1.1.2 اللي راح تدين السيرفر اللي هو 1.1 ولكنه 1.1 رد على 1.2 طيب بيقول لك define the standard query الكوري ده معنى ايه؟ بيقول لك PC بيقول لك 2981.2 has asked 2981.1 for IP version 6 لأ for facebook لأ لان ال IP project ستلاقي 4A مش هتلاقي ايه واحدة بس طيب 2981.2 has asked 2981.1 for IP version 4 أيه واحدة بسالة IP version 4 which layer in the OSI reference model is responsible for determining the availability of the receiving program and checking to see if enough resources exist ده الابليكيشن موجود بالنص السؤال ده في السلايد بيقول لك هنا select the three protocols that operate at the application layer FTP بي operate على application layer TFTP POP3 بيقول لك a network administrator is verifying the configuration of newly installed hosts by establishing an FTP connection to a remote server هو عايز يعمل FTP connection مع remote server بيقول لك what's the highest layer of the protocol stack that the network administrator is using for this operation FTP ده protocol في layer 7 هو الابليكيشن أوكي the process at which the source checks the availability of starting logical end-to-end session when the destination is called ده الكل سيطب أو إما لو جاب لي virtual circuit يعني موضوع 3-way handshake أنا كده بتشكل قبل أبدغي عشان عايز أعمل end-to-end session عايز أفتح session أفتح communication فبروح للسيربر بقول له هال ينفع نعمل communication أو لا بالسين والسين والسين والأك أو 3-way handshake أو 3 أو ال virtual circuit أو ال call setup which of the following types of low control الفافرينج والويندوينج والناهاو طيب ده protocol that uses dcb 440 ده htps ده اللي بيستخدم فعلا 440 أو ال ssl آآ آآ ده مكرر طيب آآ كده لازم تعملها براند واحد بس بتقدرش تعمل hygiene design كلمنا على OSI Model specifications الخصاصة لل OSI Model اتكلمنا انه هو guidance مهم جدا بيوضح مراحل ال data اللي بتمر خلال سبع طبقات سهلت المهمة على network administrator في عملية سهلت على customer انها مكنته من انه هو يقدر يعمل من كذا فبالتالي يقدر يقدر ويحقق اعلى كوالتي كلمنا عن application layer overview كلمنا عن application layer والpresentation والstation استعرضنا بقى حاجات الapplication اللي بيخلي اليوزر يقدر يتعامل مع اي network service presentation ده بيحقق بعملية translation data translation الترجمة في ال data صيغة ال data بين applications مختلفة عملية data compression and encryption and encryption session layer بيحقق هل بيكيب ال data separated بيطلع ال data على مسارات منفصلة وكذلك بيحدد هل ال data هتكون simplex ولا half doublex ولا full doublex وتكلمنا عن transport layer و challenging test طبعاً ال transport layer بما أن لو عندي segment وقعت لما كان في مرحلة transport layer فبيحصل acknowledgement تتبعت تتبعت مرة تانية فبالتالي بيقولك من ضمن وظيفة transport layer error correction لو segment وقعت أو حصل لها أي مشكلة فبالتالي هتتبعت مرة تانية فبالتالي transport بيعمل لك حاجة اسمها error correction أنا أعتبر خلصت أنا آسف المحاضرة طويلة بس هي مليانة بالمعلومات أتمنى تكون نهاية فائدتكو شكو على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته